اشتركوا في القناة في كل مكان الحلقة إن شاء الله تكون مميزة وفي الجزء الثاني من حلقة النهاردة هنستضيف طبعا أحد نجوم النادي الأهلي الكبار وهو الكابتن أحمد كشري طبعا النجم النادي الأهلي السابق عشان نتكلم في العديد من الأمور بتخص النادي الأهلي خلال الفترة دي وبالتحديد فيما يخص الفريق الأول لقرة القدم واللي مركز خلال الفترة الحالية طبعا على بطولة الدوري هذه البطولة الهمة جدا وكلنا بإذن الله بإذن الله منستنينها من لعبي وجهاز الثاني للنادي الأهلي عشان يسعد طبعا كل الجماهير خلال الفترة دي واللي مستنين في الحقيقة الفرحة بشكل كبير قوي بعد غياب أكثر من بطولة وفجدان أكثر من بطولة هذا الموسم وبالتالي بطولة الدوري هي أحد البطولات الهمة جدا واللي متعود عليها بشكل كبير جدا جمهور نادي الأهلي فبالتالي إن شاء الله بإذن الله هنتكلم المهاردة في أمور كتير جدا هامة للغاية طيب خليني نبتدي حلقة النهاردة كالعادة بالأخبار الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللي بيستعد في الحقيقة المباراة غاية في الأهمية أمام فريق أمبي إن شاء الله بإذن الله المباراة هتكون بعد بكرة يوم الخميس على استاد بيترو سبورت بالتجمع الخامس كان فيه اتجاه أن المباراة أو طلب من الجهاز الفني بتحديد ومستر لسارتي أن المباراة يتم نقلها لستاد بورج العرب وهي المباراة بالمناسبة تنظيم النادي الأهلي يعني مباراة النادي الأهلي يتم نقل هذه المباراة لستاد بورج العرب نظرا لأرضية الملعب التي تعتبر أفضل نسبيا هذه الفترة عن أرضية ملعب بيترو سبورت فبالتالي الطلب قبل بالرفض بسبب دي كل وقت وما فيش موافقات أمنية وكمان ملعب بيترو سبورت يعتبر ملعب فريق أمبي فنادي الأهلي أو جازب فني بتحديد كان شايف أن الأفضل هو يروح يلعب مباراة أمبي وهذه المباراة المصرية والمهمة جدا في الحقيقة على أستاد بورج العرب لكن بسبب عدم توفر الموافقات الأمنية فتضيق جدا فخلاص تم الاستقرار بشكل نهائي على أن المباراة حتكون في أستاد بيترو سبورت بالتجمع الخمس بإذن الله المباراة تكون بالنتيجة اللي نتمنها كلنا كجماهير للنادي الأهلي كل مباراة الأهلي أكيد منتظر فوز النادي المتتالي خلال هذه المباراة وخلاص أنت أهلاك أربع مباراة مباراة أمبي بعدين الإسماعيلي بعدين المقاولين وبعدين كده مباراة الزمالك لا تتلاهب أمتى في الحقيقة لكن دي الأربع مباراة المتبكرة لنادي الأهلي في بطولة الدوري تكسب الأربع مباراة تطوج بطلا لبطولة الدوري للموسم الرابعة التوالي والمرة 41 في تاريخ النادي ده اللي بيأمل جمهور النادي الأهلي أكيد أنه يحصل بإذن الله وإن شاء الله نشوف مباراة مميزة من لعبة النادي الأهلي في مباراة أمبي ممكن بعد الفوز الأخير كالعادة بيجي في الآخر في الدقائق الأخيرة طبعا في مباراة كانت قوية جدا أمام سموحها دي لقطات زي ما احنا شايفين من تدريبات النادي الأهلي فبالتالي بعد الفوز الأخير فيه أكيد معنوات مرتفعة جدا آه ممكن يكون الفوز صعب شوية بيجي في وقت كمان متأخر جدا لكن مهم إنك كسبت مهم إنك خدت لثلاث نقط المرحلة الحالية هي عايزة كده عايزة إنك تكسب وخلاص آه نتمنى طبعا يكون فيه أداء جيد للنادي الأهلي نتمنى إن إحنا نشوف شكل يرضي جميري النادي الأهلي في أرضية الملعب لكن في مراحل كده معينة لازم إن أنت تفكر في إنك إزاي تكسب وخلاص أداء مش موجود مش مهم خلاص مش مهم الأداء مش هيجي الناس بعد كده يقول لك لا الأهلي كان وحش وكسب بطولة الدوري لا خالص بتكتب في التاريخ إن أنت كنت بطل بطولة الدوري في موسم كذا في ظل منافسك قوية جدا مع فريق كذا وكذا فبالتالي هو ده الأهم بالنسبة للنادي الأهلي خلال المرحلة الحالية سواء من خلال الجهاز الفني أو العبيد أو كمان جمهور النادي الأهلي فبالتالي إحنا منتظرين أكيد سلاسة نقاط جديدة في مباراة أمبي إن شاء الله بإذن الله بعد بكرة عشان يضافه لنادي الأهلي يوصل للنقطة رقم 73 وتكون خطوة جديدة للفريق في مشواره نحو الحفاظ على بطولة الدوري مباراة صعبة أم مباراة صعبة جدا في الحقيقة صعبة ليه؟ لأن طبعا النادي الأهلي زي ما احنا عارفين بينافس على بطولة الدوري في المقابل فريق أمبي بينافس على البقاء في الدوري الممتاز احنا عارفين أنه هو مهدد بالهبوط آه فاز المباراة الأخيرة على ما أتذكر كانت أمامي الإسماعيلي أنا معه لو معلومتي غلط تفكروني فاز بنتيجة 1-0 ويقدر أنه هو يوصل للمركز التاسع هتقول لي إزاي هو المركز التاسع ومهدد بالهبوط هقولك أن فيه عدد كبير جدا من أندية الدوري في الحقيقة السنة دي مهددين بالهبوط حوالي 8 أو 9 أندية فكله ينافس على البقاء في بطولة الدوري ده بسبب تقارب لنقاط ما بين الأندية في هذه المرحلة من بطولة الدوري العام لكن خلاص بشكل رسمي النجوم نزل درجة تانية كمان فريق الداخلية بعدما خسر من نادي الزمالك بنتيجة 2-1 أيضا فقط مكانه في الدوري الممتاز فبالتالي خلاص سيبقى ناقص فريق واحد هو اللي حيهبط للدرجة الأدنى وبالتالي الباقي سيكمل في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن من الفريق ده احنا مش عارفين لكن منهم فريق امبي اللي حيواجه النادي الأهلي في المباراة المجبلة من هنا جاية صعوبة هذه المباراة ومن هنا كمان جاية أهمية هذه المباراة اللي بيسعى فيها النادي الأهلي بكل قوة وحزم إنه يفوز بهذه المباراة الصعبة في الحقيقة نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة امبي بعد بكرة إن شاء الله المباراة هتكون في تمام الساعة العشرية مساءنا هنالفين كل المباراة في رمضان بتبقى الساعة عشر بالليل إن شاء الله يكون الفريق موفق الجهاز الفني يكون موفق في اختيار التشكيل الأمثل للمباراة وفي الحقيقة لازم نشيد كل الإشادة بالجهاز الفني خلال المرحلة اللي فاتت وخلال آخر كم مباراة بالتحديد في ذلك التغييرات المؤثرة اللي بيقوم بها وانا مش بقول الكلام ده وخلاص في الحقيقة والله خالص لا لو اكتقارن ما بين أداء الجهاز الفني أو بالتحديد مستر اللي سيرتي في آخر 3-4 مباراة وما صبق المباراة دي من مطشاط أخرى هتلاقي أن كان فيه تأخره في التغييرات شوية كان فيه تغييرات غير منطقية شوية من وجهة نظر المحللين والفنين هنكلمش من وجهة نظر الجماهير رغم الجماهير في منهم ناس كتير جدا طبعا ما تفهم في الكورة بشكل كبير يعني لكن الآخر 3-4 مباراة في تحسن كبير جدا من مستر مارتين لسارتي ولازم نقول يا جماعة لينا والعلينا في الحقيقة ممكن أنت تكون واخد انطباع على المدير الفني أنه هو مدير الفني لا يصلح لنادي الأهلي أنت واخد انطباعه ده أنت لكن مش شرط يكون انطباعك ده صح خالص خالص يعني ومش شرط انطباع اللي أنت أخدته ده أنه هو يستمر لا لازم تنظر بشكل ضقيق في تغييرات الراجل في المباراة في الشكل الفني وبعد كده تقدر يا إما تثبت على وجهة نظرك يا إما تغييرها لكن في الحقيقة آخر كان مدش مستر لسارتي تغييرات كلها مصمرة تغييرات كلها بتأدي الفوز النادي الأهلي في المباراة شفنا مستر لسارتي أو طبعا بالتعاون مع الجهازه الفني بيتم الاستقرار على سحب أحد العناصر من وسط الملعب والدفع بلاعب في الهجوم ده وانت خلاص محتاج أن انت لازم تكسب وإحنا عارفين المرحلة دي انت لازم تكسب أي مدش ما ينفعش تفقد أي نقطة ونشوف كمان انت ممكن تسحب واحد من خط الدفاع وتنزل واحد أيضا في التلت الأمامي عشان يبقى فيه كسافة هجومية أكتر كسافة الهجومية الأكتر دي ممكن تأدي لفوز وضغط طبعا قوي على فريق المنافس وده في النهاية بيأدي لفوز الفريق أو إحرازه الأهداف اللي بتأدي لحصوله على الثلاثة نقاط ممكن الكلام ده نكون شفناه مؤخرة من مصر اللي سارتي لما خلاص خد على الأجواء بشكل كامل عارف إمكانات اللاعبين بشكل كامل الجميل كمان في المباراة الأخيرة أمام سموحها في الحقيقة إن مصر لسارتي سبح سن الشحات في الملعب نحن مش نتكلم على العب لكن ده العب مهم في الحقيقة زي وزي بقيت لعبة النادي الأهلي لكن كان فاقد شوية للثقة السقة دي كان فاقدها ليه ممكن بسبب الضغوط طبعا عليه وده مش ممكن نبقى أكد لكن أيضا كان بسبب إنه كان كل مبارا بيخرج الشوط التاني أو في مباراة بعضها كمان ما كانش بيبتدي المباراة فبالتالي السقة عنده كانت قلية لشوية يعني أنت تسيب حسين الشحات المباراة اللي فاتت التسعين دي في الملعب ده شيء مميز هتكون بداية بالنسبة له إنه هو يكون يستعيد السقة الخاصة به وكمان يصحب أحمد فتحي ويعتمد الأحسين في مركز الباك رايت زي ما كان بيلعب أبلي كده في المقصة فبالتالي دي كلها أمور جيدة وأول مرة حسين الشحات من ساعة نجن نادي الأهلي يلعب في هذا المركز المهم يعني أن أي لعيب أنت محتاجه لأي لفترة دي أي لعيب محتاج أن أنت تدي له ثقة بشكل كبير جدا كل دي إجابيات ممكن نقراها من خلال المباراة الأخيرة المستر لسارتي إجابيات كلها جيدة لهذا المدرب نتمنى له الاستمرار في هذا الأداء أو هذا التفكير الفني أكيد هو مقتنع به تماما وأعتقد بشكل كبير عدد من جماهير النادي الأهلي مقتنع به هذه التغييرات والأمور الفنية اللي حصلت في الفترة الفاتية في الحقيقة برنامج لا نحللش كرة ولا حاجة تحييل كرة ده مطروك لنجوم الكرة والمحللين والمتخصصين لكن في أمور كده لازم نقراها ولازم نركز عليها بشكل كبير جدا المهم من الكلام ده كله أن أنت في فترة دلوقتي لازم تساند الجهاز الفني لازم تساند اللاعبين خصوصا في الزل الانتصارات المتتالية خلال الفترة الفاتية أربعة متشاطرة بعضة بتفوز في بطولة الدوري وانت لازم تكسب كل مباراة رغم أنت حتى لو تعديلت فرصة كبيرة في الفوز ببطولة الدوري لو كسبت طبعا نادي الزمالك لكن الأهم أن إن شاء الله بإذن الله الفريق يوصل على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة ويقدر إن شاء الله يحافظ على لقبه المفضل لجماهير النادي الأهلي وهي بطولة الدوري العام كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للنادي الأهلي أول أخبار معنا وبتتكلم عن إن الفريق خلاص بكرة هيدخل مع أسكر مغلق إحنا عارفين النهاردة كان فيه تدريبات ومبارح كان فيه كمان تدريبات دلوقتي كمان فيه ماران تدسع العشرة بالتحديد مساء ماران كان مهم جدا وده من ضمن التدريبات اللي هامة قبل مباراة أمبيو وأكيد كمان شوية هيكون معنا مرسل القناة الأهلي هناك في أستاذ ده مختار تيتش هو زميلنا العزيزي شريف شعبان عشان نطمن منه على كل الكواليس الخاصة بالفريق فبالتالي ده تدريب حيكون أو كان مهم النهاردة أو خلال اللحظات دي التدريب بيوجرى في الحقيقة وبكرة إن شاء الله حيكون فيه مران الأخير بالنسبة للفريق واللي هستقر من خلاله مستر لسارتي على القايمة اللي هيتم استدعاءها لمباراة اليوم الخميس القادم إن شاء الله أمام أمبيو بالتالي تدريباتها كلها مهمة جدا وإن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يقدر يواصل الانتصاراته بعد ما فاز فيه المباراة الأخيرة بهدف للأنجولي جيرالدو هدف كان مهم جدا في الديئة 98 97-99 ديئة 100 مش مهم المهم إن نادي الأهلي جاب جون وكسب هذه المباراة لنا في الحقيقة فيه جدل كبير جدا على توقيت الهدف والحكم ومش الحكم أنا أنا بطلب من كل جمهور النادي الأهلي إن أنت متركز مع أي حد ممكن يكون بيركز أو بيتكلم عن إن النادي الأهلي بيجيب أهدف في أوقات متأخرة وإن الحكام بيساعدوا والحكام مش بيساعدوا إحنا يا جماعة لو شفنا على مدار الموسم ده كم الأخطاء اللي تعرض لها النادي الأهلي أو كم السلبيات اللي شهدها النادي الأهلي خلال المباراة بسبب أداء التحكيم هنلاقيهم كتير جدا 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 في المقابل النادي الأهلي ما استفادش من التحكيم إطلاقا من هذا الموسم حتى لو استفادوا ده شيء وارد على كل الفرق تبقى حاجات طفيفة جدا وأكيد غير مقصودة وأكيد الأخطاء كمان تعرض لها النادي الأهلي خلال المباراة بالنسبة للحكام أكيد أخطاء أيضا غير مقصودة لكن مطلوب الجمهور النادي الأهلي أنك ما تركس مين قال ومين عاد ومين قال لك لأ ده الحكام ده مش عارف إيه وإزاي يصفر في ديئة 98 وهم كانوا 7 دقيق بس وما بينسوا خلص أن في حد وقع في أول ديئة 2 من الوقت بدأت ضايع انت ركس بس في أن الفريق كسب النهارة إحنا عايزين إيه؟ الأهلي يكسب لأ المباراة كسب في ديئة الأولى بقى ديئة 50، ديئة 70، ديئة 100 مش مشكلة حتى لو بعد المطش ما يخلص المهم ودي سمة من سمات النادي الأهلي في الحقيقة أنه هو بيستنى لغاية الآخر خالص بيفضل ينافس ويفضل يحارف أرضية الملعب عشان يحرز هدف يكون هام بالنسبة لله وده شفناه بشكل كبير جدا على مدار طبعا السنوات الماضية أو سنوات كتيرة في تاريخ النادي الأهلي نتمنى كل التوفير النادي الأهلي إن شاء الله مستل لسارتي ليه تصريح مهم جدا وبتكلم أن المباراة المتبقية كلها مباراة مهمة ومباراة صعبة بالنسبة للنادي الأهلي وقال إن إحنا بنحترم كل المنافسين طبعا شيء مفروغ منه إن أي مباراة حياخدها النادي الأهلي في الفترة الجاية هي مباراة أهمة جدا أي مباراة حياخدها النادي الأهلي خلال الفترة الجاية لازم تكسب فيها لازم تكسب فيها ما ينفعش أن أنت تتعادل ما ينفعش أن أنت تخسر حتى زي ما قلت لحضراتكم لو فيه فرص حتى لو تعديلت حيبقى ممكن تاخد الدوري برضو هتبقى الأمور كلها في إيديك برضو لكن إحنا مش عارفين زروف كل المباراة تبقى ماشية زي كل المباراة بيبقى لها زروف مهم جدا أنك تركز في المباراة كلها فإنك تكسب أي مباراة بتاخدها وبإذن الله إن شاء الله نادي الأهلي يكسب كل المباراة اللي حياخدها خلال الفترة الجاية مستر لسارتي قال أننا بناخد مباراة أمبي بحثا عن الانتصار بالنسبة للفريق وكيفية أننا نضيف ثلاثة نقاط جديدة في مشوار النادي الأهلي وهو مدرك تماما صعوبة هذه المباراة بسبب موقف أمبي في جدول المسابقة وشايف أن فريق أمبي أكيد هيكون منافس وخص مشارس جدا في أرضية الملعب فده شيء أكيد مهم جدا وإن شاء الله بإذن الله يكون الفريق موفق في تخطي هذه العقبة الصعبة جدا أمام فريق أمبي فريق طبعا كويس جدا مع جهاز فني محترم بكادة الكابتن علي ماهر نيج من نادي الأهلي الأصابق واللي يمكن بيصدف سوق حظ خلال المباراة هذا الموسم مع فريق أمبي ممكن ما منشوفش الأداء المتوقع من فريق بإسم أمبي عارفين مدى إمكانياته وتاريخه على مدار سنوات عديدة من ساعة مطالع الدوري الممتاز في بطولة الدوري لكن يبقى منافس صعب يبقى خصم صعب فريق أمبي إن شاء الله النادي الأهلي يتخطي هذه العقبة ويفوز في هذه المباراة من ضمن الأخبار كمان الخاصة بالفريق وهو أن الجهاز الفني بيطمئن على وليد سليمان ومروان محسن في مران اليوم إحنا عارفين فيه بعض التدريبات البدنية المكسفة للاتنين دول بالتحديد سواء وليد سليمان أو مروان محسن وخصوص أنهم لسه راجعين من إصابات مختلفة فبالتالي تركيز كبير جدا في كيفية تأهيلهم بشكل جيد كيفية طبعا أداء عمليات الاستشفاء الخاصة بيهم بعد المباراة الأخيرة اللي شاركوا فيها طبعا حتى لبعض الدقائق القليلة لكن أكيد كان لهم دور مؤثر جدا كان وضع خلال المباراة مروان محسن لعيب مهم جدا في خط الهجوم وليد سليمان لعيب مهم جدا جدا كلنا عارفينه وخبراته أكيد همه جدا بالنسبة لصفوف النهات الأهلي خلال المرحلة الحالية بعد عودته من الإصابة احنا فقدنا وليد سليمان لحوالي 3 أو 4 شهور فبالتالي كانت عودته أيضا غاية في الأهمية في الحقيقة فبالتالي هم كان لهم بعض البرنامج البرامج الاستشفائية الخاصة بي وليد سليمان ومروان محسن وبعض التدريبات كمان التأهلية والبدنية اللي من دورها أو بدورها بتعلي المعدل البدني عند وليد ومروان أكيد هيكونوا عنصر أو عناصر مهمة لنادي الأهلي خلال المرحلة اللي جاية وفيما تبقى من مباراة في بطولة الدورة طيب بالنسبة كمان للإصابات احنا عارفين عندنا إصابة يمكن بقالها فترة كبيرة شوية عمر جمال لعب مهم جدا في صفوف النادي الأهلي أوه بقالوا فترة كبيرة أوه أوه بعيد عن الملاعب بقالنا فترة كبيرة جدا جدا ونشوفش عمر جمال بيلعب دي بعض طبعا أهداف عمر جمال وفي الحقيقة فاكرين طلعت عمر جمال لما كان أول ما طلع كده من قطاع نشقين في النادي الأهلي كانت طلعة في الحقيقة يعني كبيرة جدا وكل تنبأ بشكل كبير أن عمر جمال ده خليفة عماد متعب الحقيقي وفعل أن الرجل قدر أنه على مدار سنتين تلاتة يبقى لعب كبير قوي وقدر أنه يساهم بشكل كبير في حراز العديد والعديد من الأهداف والبطولات مع النادي الأهلي المؤثرة بشكل كبير وكانت أخيرهم طبعا بطولة كاس مصر الأخيرة اللي قدر يفوز بها النادي الأهلي المسلم قبل الماضي واللي قدر أنه يحرز هدف مهم جدا هدف تعاد الأهلي في الاكسرا تايم وكمان بعده ضاف أحمد فتحي هدف كان مهم من أسست كمان لعمر جمال لكن عموما يعني عمر جمال فترة دي بيشتكم العضلة الأمامية ودي كانت إصابة كانت عنده أيضا سابقا وكان شفية منها وبعده بنزل الملعب وجات له تاني فعمل أشعة النهاردة جديدة على العضلة الأمامية بالتحديد عشان يتمنى قياس مدى تلاؤم العضلة ومدى إمكانية عودته للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي ومن سما أنه ممكن يكون متاح للجهاز الفني لو طلبوا الجهاز الفني لمشاركة فيه المباراة خلال الفترة اللي جاية يعني حالته بتتحسن بشكل كبير عمر جمال وممكن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهو العيب في الحقيقة مهم جدا جدا نتمنى عودته سريعا لنادي الأهلي مش عمر جمال بس أكيد أي لاعب يفقده النادي الأهلي خلال الفترة دي نتمنى عودته سريعا لعلشان يكون فيه خيارات كتير جدا للجهاز الفني الخيارات دي بدورها بتقدر تساعد الجهاز الفني في المباراة في الشكل التكتيكي الشكل الفني اللي عايز يبتدي بأي مباراة الاستراتيجية اللي بيفكر فيها السيناريو اللي عايز يلعب بيه ده بيبقى بناء على الأدوات اللي معاك لما بتفقد بعض الأدوات ممكن يكون انت بتضطر تعمل بعض الأفكار اللي انت ممكن ما تكونش عايزها قوي أو ما تكونش أساسيها بالنسبة لك لكن لما يكون عندك كل اللعبين متاحين فبيبقى عندك خيارات عديدة في الحقيقة تقدر من خلالها تستغل هؤلاء اللعبين في الفوز في المباراة نتمنى عودة عمر جمال وكل اللعبين إن شاء الله سريعا خلال الفترة اللي جاي طيب لسه مع مباراة الأهلي وإنبي اللي إن شاء الله هتكون بعد بكرة في المقابل كابتن علي مهر المدير الفني لفريق إنبي يتكلم وصرح وقال إن مباراة الأهلي مباراة صعبة بكل تأكيد ونسعى لتحقيق نتيجة إجابية أمام الأهلي ليه؟ هو بيفكر في كده علشان هو موقفه يمكن صعب شوية أي نقطة هو محتاجة خلال الفترة دي أي نقطة هو عايز من أي مباراة أي نقطة حياخدها هتفرق معه في مسيرة إنبي وإن كان يتبقاءه في بطولة الدوري من هنا جاية زي ما قلت حالك صعوبة المباراة سواء لإنبي أو للنادي الأهلي أصعب شوية للنادي الأهلي في الحقيقة لأن النادي الأهلي أكيد هذا الموسم عنده منافسة شرسة مع الزمالك وبرامدز على بطولة الدوري ببرامدز خلاص شبقارة خلص من المنافسة يعني لكن المنافسة ما بين الأهلي والزمالك نادي الزمالك ماشي بشكل كويس جدا بيكسب مباراةه الأخيرة في بطولة الدوري في المقابل نادي الأهلي أيضا مستمر في انتصاراته بشكل كبير جدا لكن كابتن علي مهر أكيد قال أنه هو بيسعى لتحقيق نتيجة إجابية أمام متصدر الدوري اللي هو النادي الأهلي وأنه هو بيحاول بكل تأكيد أنه يفوز بهذه المباراة ولو ما فاس يتعادل بهذه المباراة إن شاء الله كابتن علي الأهلي هو اللي يفوز أنا أتمنى أكيد أكيد فريق جايد زي أمبي وفريق لي اسم كبير في بطولة الدوري العام إنه هو يستمر في بطولة الدوري بس إن شاء الله ما يكونش على حساب النادي الأهلي ما يكونش على حساب فقد النادي الأهلي للنقاط بإذن الله النادي الأهلي هو اللي يفوز يحصد لسلسة نقاط ويواصل انتصاراته في بطولة الدوري إن شاء الله نحو تحقيق هذا اللقب الغالي جدا طيب حلوة خلينا نروح سريعا لي زميلنا العزيزة شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي عشان نطمن منه بشكل كبير جدا عن كواليس التدريبات النهاردة التدريبات تعتبر الأخيرة أو تدريب قبل الأخير بالنسبة لفريق قبل مباراة أمبيا شريف مساء الفل عليك سأفر عليك يا جميل أمير بحيث إليك وكل مشاهدي قاتل في كل مكان ورمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدي الله أكرم طمنا يا شريف عن التدريبات النهاردة الأخبار إيه الكواليس ماشية زي بالنسبة للعبين استعداداتهم إن شاء الله للمباراة المقبلة أمام أمبيا ماشية زي يمكن التمرين بدأ بين التسعة والنصف مساء حضر التمرين ممكن قاعد حوالي ساعة في التمرين وهضر بعد كده التمرين خلينا أقول لك من كافي التماع من مثل أسارتي ومدير الكرة الكافي التسلة بالحطيس مع العبين حوالي خمس دقيق كلموا فيها بقى عن مباراة أمبي وتركيز مباراة أمبي طبعا حضروا من خطورة فريق أمبي جهاز أهلاوي ما يهرهمش طبعا إن أمري في المراكز المتأخرة في ترتيب جدوى الدوري إن دهالع طبعا على الفوز فلازم يخلصوا الانسين باتي ولازم يركزوا في نهاء الهجمات بعد المحاضرة الاستمرت حوالي خمس دا كلمتها لساعة وكلمتها فتا عطيس يمكن أن كان في إحماء للعبين وبعد كده تأتي من العبين لمجموعتين من نفسة واحدة وضحت على الخصم والآن الراجل بيعمل تمرين التخصوصي والمهاجمين كانت حاضر هدف المدافعين إزايش ينقذوا الهجمة أو يشيلوا الهجمة من على الثمنتاشر خلينا نقول لك إن نايمان أشرف بيعتدي خناع وجه إن طبعا عنده كسر فيه آآ أنفه يمكننا مستلسارة الحريسي الآن قدامي إن هو يصلح الأخطاء أول آآ بأول خلينا نقول لك إن على الجانب الآخر برنامج يمكن لي آآ من زكريا آآ على الجانب الآخر أيضا تدريب الحراس آآ الشيناوي وشريف وشوهير وأحمد طارق وعلي لطفي مع الكافة طارق شرمان تمرين قوي جدا بجانب آخر من الملعبين دي اللي اتمرات إلى الآن غالبا بعد التمرين تخصصها هيكون في دقسيمة عشان خاطر أبن 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 شوف ممكن هيلعبين في مباراة في أم بي زيبير أميري صاد حالة بعض اللاعبين يا شريف عايزة تطمن عليهم بالتحديد صالح جمعة رمضان صبحي عمر جمال ناصر ماهر الأمور بالنسبة لهم مشي أزاي هل بيشاركوا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ولا بيعانوا من بعض الاجهد نحن عارفين عمر يمكن عنده العضلة الأمامية لسة عنده برنامج تأهيلي لكن بخصوص ما تبقى من أسماق ألتهالك يا شريف خليناك لكن الكل بيشارك صالح عمر كل بيشارك الاتبارات الأمامي الآن يمكن صالح نهاردة كان يعني مثل اللاعبين النهاردة النهاردة كان في طبعا أحد البرامج الترفيه كان مشارك فيها صالح فالنهاردة اللاعبين كلهم كانوا بكального معها عن هذا البرنامج وطبعا نانفوكاها ما بين اللاعبين والمداعالات ما بين بعض ومعارضة كان يمكن المدعبات قبل ذات التمرين أو فغرة اللبس لكن كل صلح موجود أماني ومشاء الله نمسك الخشب وعمل التمرين كويس جدا أن الرجل يعني بيزبط نفسه من مباراة لأخرى خلاص دخل قلوب الأهلوية خلاص الرجل ما شاء الله ركز الرجل بيأتهد الرجل بيقدم فترة أخيرة مستوى ولا أروع ولا أعمال باقي اللاعبين الكل الكل بيشارك فيه التمرين الحمد لله يمكن من فترة كبيرة نمسك الخشب بأنه من فترة كبيرة جدا لعيب النادي الأهلي يعني بتكمي كبير في الملعب طبعا يعني راح بيقولها وإيده على القلب وما تعرفش طبنا يستطر لكن الحمد لله الابينية الدنيا كويسة وكل بيشارك بالاستثناء بس ما هو من ذكرية هؤلو بتعمله برنامج لكن الرجل كل اللاعبين بيشاركوا في الزمينين مع مستر الأشارك وبقر كهل بشكرك يا شريف شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز شريف شعبات مرايس القناة الأهلي واللي قال لنا كل التفاصيل الخاصة بمران الفريق النهاردة استعدادا لمباراة أمبي المجبلة وطمنا بشكل كبير جدا على الفريق قبل هذه المباراة الهم جدا إن شاء الله أنا أتمنى أن النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل اللاعبين اللي هشاركوا في المباراة دي اللي هيتم اختيارهم سواء أساسين أو حتى كأحتياطين في مباراة أمبي يكونوا موفقين وإحنا مش عايزين مباراة أمبي بس في حقيقة إحنا عايزين نكسب أي مباراة جاية وده طبيعي عمتا يعني حتى في ظل عدم موجود أي منافسة للنادي الأهلي في بطولة الدوري خلال السنوات الماضية كان أي مباراة بيأخذها للفريق حتى لو حصل بطولة الدوري كان بيعايز يكسب دي سما من سماعة النادي الأهلي الأساسية لكن مهم جدا بقى خلال الفترة الحالية إنك تفوز في أي مطش بتخوضه بداية من مباراة أمبي إن شاء الله والنادي الأهلي يضفهم في رصيده عشان يحرز بطولة الدوري بشكل رسمي كل التوفيق لنادي الأهلي فيما تبقى من مباراة في بطولة الدوري من نسبة رمضان صبحي النهاردة كان في زيارة من رمضان لمستشفى 57-57 طبعا مستشفى سلطان الأطفال والذي ظهر فيها طبعا المرض ده طبعا ودي يصور زي ما احنا شايفين كده من زيارة رمضان صبحي وهي ناحية إنسانية مهمة جدا طبعا من اللعب ونجم كبير جدا زي رمضان صبحي أكيد الأطفال كانوا صعداء جدا لما شافوا لعيب كبير زي رمضان بيزورهم وبيرفع من معنوياتهم عشان يحربوا هذا المرض الصعب بكل تأكيد وأكيد نتمنى لهم كل الشفاء العاجل بالنسبة لكل إخواتنا كلهم اللي موجودين في مستشفى 57-57 أو في مختلف المستشفيات الحقيقة لأن عدد المستشفيات دي الحمد لله كتر شوية فبيبقى في فرصة أكبر لعلاج عدد أكبر من المرضى أو المصابين يعني نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل دي سور من زيارة رمضان صبحي النهاردة لمستشفى 57-57 طيب ده كان كل ما يتعلق بالفريق الأول لقرة القضاء بالنادي الأهل لكن بخصوص قطاع النشئين النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا من كابتن محمود خطيب رئيس النادي الأهلي مع كابتن فتح مبروك مدير قطاع النشئين لمناقشة المرحلة السابقة أو موسم الماضي بشكل كامل في قطاع النشئين وكيفية تطوير لقطاع خلال الموسم المقبل والطالبات اللي ممكن يكون محتاجة لقطاع النشئين خلال الموسم المقبل والسلبيات والإجابيات اللي كانت موجودة خلال الفترة الفاتتة الاجتماع كان مطول شوية زي ما قلت حراكم بين كابتن محمود الخطيب والكابتن فتح مبروك وتطرقوا للعديد والعديد من الأمور ومعايير التقييم لشؤون قطاع الكرة على كافة المستويات أو قطاع النشئين بتحديد يعني على كافة المستويات وذلك من أجل توفير المعطيات الكاملة لوضع استراتيجية وخطة شاملة للمهود بقطاع النشئين في الموسم المقبل وفي الحقيقة فيه اهتمام كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي بكيادة طبعا كابتن كبير كابتن محمود الخطيب بقطاع النشئين في النادي الأهلي لأن ده المصدر الأول للفريق الأول لنادي الأهلي اللي انت من خلاله بتقدر تستعين ببعض العناصر اللي ممكن تستخدمها على مدر المسابقات المختلفة اللي انت بتاخدها يعني خلال السنوات اللي مقبلها ودائما بنشوف لعيبة كتير جدا بيخرجوا من قطاع النشئين في النادي الأهلي كان طالع صمعة على النادي الأهلي فترة من فترات إنه دائما بيجيب لعيبة من بره وكلام من ده لكن احنا لو شفنا دلوقتي الفريق الأول في النادي الأهلي هتلاقي تقريبا 70% من الفريق لعبين من أبناء النادي الأهلي هاتهم كده من حرصة المرمى عد معي هتلاقي شريف إكرامي هتلاقي محمد الشناوي أبناء النادي الأهلي خط الدفاع هتلاقي أيمان أشرف هتلاقي سعد سمير هتلاقي رمي ربيعة من قطاع النشئين في النادي الأهلي ممكن أكيد فيه حد تاني بسهن ممكن أكون ناسي شوية فيه حسين السيد معار من النادي الأهلي ليه إحدى الفرق في الصعودية يعني فيه عدد من اللعابين في نوسمها عندك إشام محمد عندك حسام عشور كان أبليم حسام غالي عندك ناس كتير جدا يعني من قطاع نشئين في النادي الأهلي ده شيء بيبقى في الحقيقة مهم جدا في خط الهجوم عندك عمر جمال عندك لعبين رمضان صبحي فيه عدد كبير من اللعابين في الحقيقة بيكونوا عندهم شخصية النادي الأهلي الشخصية دي بتيجي منين أو بتربوا عليها زيلا لما بيكونوا موجودين في قطاع النشئين في النادي الأهلي فأكيد دور قطاع نشئين دور مهم جدا وده كان من خلال اجتماع كمان كابتن محمود الخطيب النهاردة مع الكابتن فتح مبروك بخصوص هذا الملف الهام جدا طيب لسه مع قطاع النشئين في النادي الأهلي قدر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كتابع مع الكابتن عمرو أنور مدير الفني لشباب النادي الأهلي موليد 97 للحديث كمان عن الفترة الماضية أو الحديث عن الإيجابيات اللي خرج منها الفريق هذا الموسم فريق 97 ده أقرب فريق ممكن يلجأ ليه الفريق الأول للنادي الأهلي ممكن أن تكون عندك عجز في مركز معين توقع للرؤية الفنية للجهاز الفني فتلجأ لقطاع النشئين هتلجأ إزاي من خلال متابعتك أو متابعة أحد أعضاء الجهاز الفني للقطاع أو بالتحديد فريق 97 فريق الشباب للنادي الأهلي أو كمان من خلال التواصل مع كابتن عمرو أنور مدير الفني لهذا الفريق كل في الحقيقة كان معنا في مدخلة سابقة وأشد بشكل كبير جدا بعدد من اللعبين المتوجدين معادي دي لقطات يا جماعة من النهاردة تمام 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 دي لقطات قديمة من كابتن محمود الخطيب طبعا مع أبناء النادي الأهلي وبتحديد فريق موليد 97 بالنادي الأهلي واللي قدروا أنهم كمان يحرزوا بطولة الجمهورية هذا المسلم معنا كابتن عمرو أنور يا جماعة طيب خلينا نروح سريع لكابتن عمرو أنور طبعا مدير الفني فريق 97 بالنادي الأهلي يا كابتن عمرو نسأل فل عليك كابتن عمر مسأل فل عليك يا كابتن عمرو عامل ايه مسأل خير يا عملي أخبرك كله طبعا وحضرك طيب جميع مفاهدي وكمولة هذه الأهلي كل سنة طيبين رمضان كريم وحضرك طيب الله أكرم يعني طبعا عايزين نتكلم عن الجلسة اللي جامعت حضرتك وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي النهاردة بخصوص فريق 97 بالنادي الأهلي وأهم الجوانب اللي انتوا تطرقتوا لها خلال هذه الجلسة ونتطمم بشكل عام على فريق 97 في النادي الأهلي وأمناء النادي الأهلي اللي ممكن يستدعيهم خلال الفترة اللي جاية الفيرستين بالتحديد يعني طبعا النهاردة كان فيه الاجتماع مع كابتن خطيب ومع كابتن سايد عبد خطيب بخصوص التقرير الفني السنوي بتاع مم فريق الشباب اللي هم موليد 97 يعني طبعا تطرقتنا لكل الظروف اللي مرت بالفريق في خلال الموسم كان انت عارف ان انا ما بدأت شفعهم بالبدأ اه طبعا بالزبط ولكن انا يعني حضرت في الزور التاني ويعني عملنا يعني انا بالفترة اللي انا شغلت فيها لا الحمد لله عملنا خطفة جيدة جدا عملنا مباراة قوية جدا عملنا نتائج كويسة الحمد لله درنا ان احنا نحرز لقب البطولة قبل نهايتها بربع اسابيع اه فريق 15 نقطة ما بيننا وما بين مركز الثاني اقوى هجوم يعني يمكن حتى اقوى دفاع مع فريق المقصة يعني لا الحمد لله الحمد لله الموسم كان جايد جدا من فريق الشباب النهاردة كان الاجتماع تقريب الفاني المواسات في نهاية كل موسم اه تطرقنا لكل الايجابيات وكل السلبيات ومين اللعيبة اللي تقدر تكمل ومين اللعيبة اللي ممكن تبقى اعراض نتعارف احنا يعني الفرقة الوحيدة كانت في المسابقة دي اللي عندها حوالي 12 او 14 لعيب اعراض فعلا اعراض كانت كتير جدا من الفريق ده بالتحديد بره في فرقة بالضبط كده فحت احنا كانت في اوقات كتيرة جدا بنالجا ان احنا نكمل الفريق بتاعنا من موليد 99 ومن موليد 2000 وفي اوقات من 2001 ودي حاجة برضو انا شايفها من التجابيات اللي كانت موجودة السنة دي في القطاع اللعيبة دي لو ما كانتش جاهزة ما كناش هنقدر نعوض النقص بتاع الفريق 97 بسبب التكمل بتاع الاعراض اللي حاصل اه لا يعني النهاردة الاجتماع كانت مصمر يعني هو ده اجتماع يعني عايز اقول اجتماع مبدائي طبعا اه يعني اتكلمنا في حاجات كتير المفروض ان شاء الله انه ممكن في خلال اسبوع او عشر قيام حيبقى فيه اجتماع ثاني كويس مع اكاتل خطيب ومع اكاتل سيد اه نكون ساعتها كمان عارفنا شكل المسابقة والبطولة السنة الجاية حيبقى ايه هل حيبقى فيه مسابقة 97 ولا لا هل حتبقى 98 مع 69 لسا لحد دلوقتي ما فيهش اي طرار طلع من اه باتحاد الكرة اه فاحنا في سلال يعني الاسبوع والعشر قيام دول يعني هادي الاقلي بعد دواب لاتحاد الكرة علشان يتصر منه على غضعة السابقة ان شاء الله سنة جاية هتبقى موجودة لو مش هتبقى موجودة لان هي اذا موجودة هيبقى فيه شكل هيبقى فيه قرارات اكيد اذا مش موجودة هيبقى فيه شكل وقرارات ثانية خالصة اكيد طبعا طيب هل كان فيه اي طلبات معينة من حضرتك كمدير فني للفريق في حالة استكمال هذا الفريق لمسرته في الموسم القادم طلبات معينة قلتها لكابتن محمود الخطيب سواء بتتعلق بالتدعمات ببعض الامكانيات اللي ممكن تكون انت محتاجة تتوفر بالنسبة الفريق سواء تسعين بالنادي الاهلي لا لا يعني ما فيش طلبات واعتقد الفريق مش محتاج تدعمات مش محتاج تدعمات كويس انا بالنسبة لي يعني انا بالنسبة لي الفترة اللي انا اشتغلت فيها اللي هي الدور الثاني دي لعندنا صوام للفريق كويس خلي بالك احنا برضو محتمين جدا في النادي السياسة التسعين انا النهاردة حتى لو عايز ادعم الفريق انا شايف ان احنا هندعم firm tragedy من القطاع نسيبقى من مره القطاع Waji إلا اذا آآ يعني في حالة واحدة بس انت اه لقدامك لعيد سوبر يعني اا مش موجود عندك في النادي يا انا شايف انها ستبقى قراصها مش مش كبيرة اوي مش كبيرة اذا فيتنا دعمات لا أنا شايفت نحنا يعني عندنا قاعدت في القطاع مун فنقدر نحن نستعيب بها إذا الفريد ده كمل إذا اللعيبة اللي هي اللي طالع إعراض نكملوا الإعراض إذا فيه لعيبة من عندنا برضو صرعة إعراض ثاني لأنها يعني اللعيبة دي فيها لعيبة كويسة والقناة عندكم يعني ده حاجة برضو اللي قد نشكره عليها صراحة يعني لا ده واجب ده واجب قناة الأهلي ده طبيعي لازم أن هي تزيعها كل المباركة أكيد أنا بجد أنا بكلمك بصراحة يعني فعلا القناة بذلك حدود كبير جدا فإذا الموسم كله المباركة كلها اللعيبة دي تشاهد كويس على مدار الموسم فأنا أعتقد أن إذا المسابقة دي استكملت أو اتعاملت الموسم القادم أعتقد أن فيه أن عدد اللعيبة المعارين هيزيد هيزيد هيدي الفكرة بالضبط جدا الفكرة حتبقى إذا فيه عدد دي هذا طالع ثاني أعراض هنضطر أن ناخد من الفرع الأصغر هنضطر أن ناخد من القطاع عندنا لأن القطاع غاني بالمواهب وعنده لعيبة كويسة وزي ما بقول لك إحنا مختمين جدا في القطاع بالسياسة التصعير كويس فدي تبقى حاجة كويسة يعني إحنا السماء لفاتت أو الفترة اللي أنا كنت بوجود فيها لا يعني إحنا كنا بنلعب على الأقل في الملعب فيه اثنين أو ثلاث عيبة موليد ألفين ألفين واحد تسعة وتسعة يعني فيه اثنين أو ثلاثة تسعة وتسعين أساسيين في الفرع كويس جدا وعندك مصطفى شوبير ألفين عندك العربي بدري ألفين واحد عندك عندك لعيبة من تحت اللعيبة دي لما تاخد خرص وتلعب مع سنة أكبر تجهز أكثر وتجهز أسرع وتقدر تلعب في الفريق أول أسرع أنك تتعاود على القوة البدنية تتعاود على أنك تلعب على طول مع الناس أكبر منك وأسرع منك وأسوأ منك فده بيفيدك وبيزودك في كل نواحي البدنية بتاعتك وفدية طيب كم في المية كابتن من فريق سبعة وتسعين يقدروا يمثلوا الفريق الأول للنادي الأهلي من وجهة نظرك وطبعا من خلال قيادتك لفريق سبعة وتسعين خلال المرحلة الماضية لأ ما أنت عندك قريدي خلي بالك أنت عندك كين ناس كتير بتلعب في الفريق الأول أوكي لكن الممكن ما يكونش تساعدوا خلال الفترة الفاتت ممكن بنسبة كم في المية عدد منهم يساعدين في حوالي ثلاث لعيبة أو أربعة لعيبة موجودين أنا بتكلم بخصوص الفريق الأول بالتحديد يا كابتن لأنه أكيد بيبقى فيه سمات معينة وخاصة لقطاع النشئين أو اللاعبين في قطاع النشئين أن هم لازم تكون تتوفر عندهم هذه السمات عشان يقدروا يمثلوا الفريق الأول للنادي الأهلي سواء من ناحية الإمكانيات من ناحية الضغوط اللي يتعرضوا ليها من جوانب عديدة فأنا عشان كده بسألك ممكن يكون كم في المية من أبناء النادي الأهلي في قطاع النشئين بالتحديد في الفريق اللي حرارك بتقود ومختلف الأعمار اللي حرارك بتمرنها لأنه زي ما حرارك قلت لنا فيه 2 موليد 2000 و3 موليد 2001 و99 وكلام من ده كم في المية منهم ممكن يمثل الفريق الأول للنادي الأهلي من رجل تنظرك هي بص بص مش هتقدر تديها نسبة بالضبط كويس أصبح إعراقه وإثباته وجوده يعني الناس لما لعبت برة أثبتت وجودها والناس قلت لها أشد بيوم ومستواهم بتتكلم على اللعيبة اللي موجودين يعني فوق الـ 12 دول وفوق الأربعة اللي هم بتايدينه بالعب في الفريق الأول لا في حوالي ثلاث عيبة أو في أربعة لعيبة كمان يعني أنا شايف أنهم محتاجين فرصة يحتاجين فرصة كويس إن كان في المضروض دية إن كان في تمرين إن كان إن كان يقدر الراجل أو يقدر مثل دخلتي يقدر يشوفوا محكم عليهم هم ينفعوا في الوقت دا ولما ينفعوش إذا حصل كان فيه مسبق الموسم اللي جاي أعتقد دي برضو أعتبقى فرصة ليهم على مدار الموسم أن أنت تقدر اللعيبة دي تتشاف كويس إن كانت في المباراة الرسمية لأن أنا يعني حتى الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها لأ كان على طول بيجي سابت إنسان عبد الحفيز كان بيجي على طول سبسكيان كانوا بيجي على طول المطشات اللي عندنا في النادي كانوا يتفرجوا عليها وكانوا بيجيبوا مبوديل وده كان بيدي دافع وحافظ كويس كتا للعيد فمعنى كده اللي فيه أصلاً اهتمام من الجهاز الفني بتاع الفريق الأول نتمنى إن شاء الله من الفترة اللي جاية الرؤية تبقى واضحة نتمنى الاتحاد الكرة يردوا بسرعة بس عشان النادي إلحق إيساس تم نفسه بالضبط بالضبط من الرؤية تبقى واضحة بحث إن انت النهاردة كنادي آلي تعرف تعمل الخطة بتاعتك بتاعت الموسم اللي جاي هتكتر تشتغل على مي مسابقة دي موجودة مسابقة دي مش موجودة هتبتدي تضم فرق هتبتدي تضم لعيبة تبقى أنت عارف الخطة بتاعتك اللي هتشتغل بها بقية الموسم من بدري بحث إن انت تقدر تحضر له الجهاز لها من بدري إن شاء الله طيب أخيراً عايز أعرف أهم الكلمات أو أهم النصائح لا ممكن يكونوا أجهها الكابتن محمود الخطيب خلال هذا الاجتماع يا كابتن عمرش لا هو الكابتن محمود يعني صراحة يعني أنا برضو النهاردة لقيته عنده دراية كبيرة جداً بالفرقة وكان يتخرج على المقشاط عن طريق قناة الآلي يعني حتى النهاردة أنا بتتلم معه في حاجات لقيته هو يعني لقيته عارفة أصل يعني آه دي حاجة كويسة جداً كان كل التركيز وكل حاجة إن اللعبة الكويسة إذا ما لاش فرصة في النادي يعني ما لاش فرصة في التاري الأول دلوقتي لا لازم يتعامل لها إعارات علشان تكتسب خبرات وتقدر تلعب وتقدر تستفاد وترجع تفيدنا النادي في أصل على وقت إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كابتن عمر أنا بشكرك شكراً جزينا على هذه المدخلة طبعاً كابتن عمر أنور المدير الفني لشباب النادي الأهلي موليد 97 وكلبنا بشكل مفصل عن كل ما يخص هذا الفريق وبالتحديد كمان فيما يتعلق بالاجتماع مع كابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الأهلي والواضح جداً أنه كان اجتماع مصمر وجيد جداً طيب يعني دي كانت أهم الأخبار سواء فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أو كمان فيما يتعلق بقطاع الناشئين في النادي الأهلي نروح بقال بعض الأخبار المحلية الهمة جداً وبتحديد فيما يخص التحاد الكرة ومنتخبنا الوطني ونبتدي بالكابتن هاني رامسي اللي بيوضح حقيقة إعلاننا قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية نحن عارفين خلال ساعات الماضية أو بتحديد خلال 3-4-5 تيامي للصابقين طلعت قائمة يقال إنها مصربة أو قائمة ناس من خلال مصادرها ومعلماتها قالوا إنها قائمة اللي اختارها مستر أجيري طبعاً مدير الفني للمنتخب الوطني مع جهازه المعاون وكابتن هاني رامسي النهاردة كتب تويتا ونفى تماماً إنه ممكن للعشرين لعاب اللي اختارهم دول أو للعشرين لعاب اللي بتكلم عليهم الإعلام أو الجماهير بشكل كبير خلال فترة اللي فاتت يكون هما دول اللي تم استقرار عليهم نفى الكلام ده تماماً وقال تردت في الأيام الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البرامج الرياضية وضف وللتوضيح للجميع أن الجهاز الفني لم يعلن حتى الآن أي أسماء في القائمة ونحن في اجتماعات مستمرة لوضع القائمة النهائية مع خلص شكري ودعواتكم جميعاً لنا والبلدنا الغالية بالتوفيق وإحنا في الحقيقة بندعك وأكيد كابتن هاني ونتمنى أن المنتخب أولاً يستقر على القائمة اللي تكون أنسب وأصلح للمنتخب الوطني خلال البطولة المهمة زي دي وبتزيد أهمية كمان وهي على أرضك وملعبك هنا في مصر بواسط جماهيرك الغفيرة اللي أكيد ستحضر كل المباريات فإن شاء الله بإذن الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني مستر أجيري كابتن هاني رامزي وجهازهم كله وجهاز المعاون في اختيار العناصر المناسبة واللي تكون تساعد بشكل كبير جداً على فوز المنتخب وبطولة الأمم أفريقية آه على فوز المنتخب وبطولة الأمم أفريقية لأن الهدف الأساسي أنك تفوز بقى خلاص بالغطول آه ممكن قبل كده كنا بنتكلم من الفريق لو وصل دور النصف النهائي أو منتخب يعني وصل دور النصف النهائي بقى شيء مميز جداً ممكن نكون ده كان بند في عقد مستر أجيري أول ما وقع مع اتحاد المستر كورت القدم من أهدفنا الأساسية بالنسبة لنا أن نحن نوصل لكأس عالم 2022 وأن أنت توصل لنصف النهائي من بطولة الأمم أفريقية لكن أعتقد الأهدف دلوقتي تغيرت فيه هدف سابق والوصول لكأس العالم 2022 لكن فيه هدف تغير وهو حتمية الفوز وبطولة الأمم الأفريقية طالما أنها ستكون على الملاعب المصرية ستكون وسط الجماهير المصرية فمهم جداً من المنتخب إن شاء الله أنه يكون مركز وده شيء طبيعي وبديهي وأكيد هم مركزين يعني فيه كيفية الفوز بهذه البطولة واختيار العناصر المهمة احنا عارفين أنهم 15 لعيب بس اللي حيتم اختيارهم من كل الأندية بما فيهم المحترفين بكل الكلام ده 23 لعيب لازم أنت تشوف المراكز اللي أنت لازم يتوفر من خلالها طبعاً بعد اللعبين يكونون مميزين عدد معين من اللعبين في كل مركز دي كلها أمور أكيد بيدرسها بشكل كبير جداً جهاز الفني كالدد مستر أجيري وكبت الهاني رمزي المهم في النهاية واللي بهم الشعب المصري أكيد حيبقى فيه على فكر اختلاف يعني حتى لو قايمة نزلت وقايمة كويسة جداً بس حيبقى فيه أراء أخرى حيبقى فيه أجهات نظر أخرى يقول لك إيه ما خدتش فلان فلاني والإيه ما خدتش اللعيب الفنادي كذا ده كله شيء متوقع حتى لو قايمة دي حاجة جمدة جداً لكن في النهاية المهم إيه؟ المهم أن الـ 23 عشرين سيختارهم مستر أجيري نكون كلنا وراهم ونكون ورا الجهاز الفني منتخب مصر ويتحايد المصر للكرة القدم ونساند بكل قوة عشان شاء الله المنتخب يقدر يفوز بهذا اللقب حيكون رقم 8 في تاريخ منتخب مصر أكبر منتخب أو أكتر منتخب يقدر يفوز بطولة الأمم الأفريقية 7 مرات قبل كده إن شاء الله نتمنى السنة دي تكون المرة رقم 8 نحن عارفين إحنا معنا في المجموعة طبعاً زمبابي وأغندا والكونغو الدموقراطية دي مجموعة الأولى منتخب مصر نحن عارفين مبارئة المنتخب هتكون على استعد القاهرة الدورلي البطولة هتبتدي إن شاء الله يوم 21 يونيو إن شاء الله وتخلص يوم 19 يوليو بإذن الله وبطولة على مدار شهر وأول مرة تكون من خلال 24 منتخب وإن شاء الله نتمنى كمان التنظيم يكون رائع من قبل التحاد المصري واللجنة المنظمة للبطولة وكل من له علاقة بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية في مصر إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكل التوفيق عشان يظهر التنظيم بشكل جيد جداً ويتظهر البطولة بشكل رائع والأهم كلنا بنسبنا هو الفوز بالبطولة بإذن الله والفوز بالبطولة هو ده اللي حينجح كل شيء على فكرة تكسب البطولة هتلاقي إيجابيات كتيرة جداً بتظهر هتخسر البطولة وممكن هتلاقي بعض السلبيات اللي ممكن تكون بتظهر فكله في أقدام لعبي منتخب مصر الانتباع العام على البطولة في شكل كامل بالنسبة للمصريين بالتحديد هتكون من خلال أقدام لعبي منتخب مصر اللي أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق طيب في جزئية بقى مهمة جداً وهي خاصة بمعاد انتهاء بطولة الدوري إلى مصر احنا عارفين أن البطولة ملهاش معاد حتى الآن للانتهاء وده بالتحديد بعد ما نادي الزمالك وفق واحنا أكيد بنبرك نادي الزمالك وجمهوره في الوصول للمباراة نهائية من بطولة الكونفدرالية وأكيد كمان بنتأمل لهم كل التوفيق في الفوز بهذه البطولة عشان يبقى النادي المصري التاني بعد النادي الأهلي اللي قدر يفوز بهذا اللقب واحنا عارفين لغاية دلوقتي النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي قدر يفوز بطولة الكونفدرالية الأفريقية نتمنى النادي الزمالك كمان يوفق في هذه البطولة لكن عموما يعني ما فيش معاد محدد لانتهاء بطولة الدوري بسبب وصول نادي الزمالك لنهائي هذه البطولة كان المفترض نقدر الله لو كان خرج نادي الزمالك البطولة ستخلص قبل بطولة الأمم الأفريقية، لكن بالتحديدة ستخلص يوم متى 2 أو 3 يونيو لكن بعد تأهل نادي زمالك للنهائي، ففي كلام كثير عن أن البطولة في بعض المباريات ستتبقى لما بعد بطولة الأمم الأفريقية لما تخلص ففي عشر أندية من الدوري المصري تطلب من التحدي الكرة إنهاء الدوري قبل كأس الأمم الأفريقية ما عرفش الطلب ده هيتم استقباله إزاي من التحدي المصري أو هيتم التعامل معها إزاي، لكن في الحقيقة العشر أندية دول بيتكلموا في بعض الأمور الهمة جدا جدا وبعض النقاط اللي ممكن تكون بتخص كل الأندية بشكل عام، مش العشر دول بس يعني وبيقولوا إن رؤساء الأندية تكلموا على إن لازم يكون في تكافؤ للفرص تكافؤ الفرص ده هيكون إزاي؟ إن أنت لازم تنهي المسابقة قبل بطولة الأمم الأفريقية ليه؟ لأن أنت لو استمرت لمبعد بطولة الأمم الأفريقية لسه في بعض المباريات في بطولة الدوري المصري ده هيكلف الأندية مبالغ معينة، هيكلف الأندية بعد المعسكرات وتدريبات للفريق ومرتبات للفرق وكل دي أمور ممكن بعد الأندية ما تقدرش أن هي تتحملها بشكل كبير فبالتالي في طلبات مهمة أو طلبات أساسية من عشر أندية بالتحديد أنهما الانتحاد المصري يجد حل لإنهاء بطولة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية هيتم التعامل مع الملف ده إزاي؟ مش عارفين بس إن شاء الله نتمنى أن هم يختاروا القرار الأصلح للدوري المصري والأندية المصرية بشكل عام بدون التطارق خالص لنادي الزمالك نادي الزمالك أكيد إحنا كلنا ندعمهم نتمنى له كل التوفيق كنادي مصري في بطولة الكونفدرال لكن هي قضية معينة بتخص عدد من الأندية اللي تكلموا في هذا الموضوع واللي طلبوا من الاتحاد المصري للقراط القضاء بإنهاء بطولة الدوري قبل بطولة الأمم الأفريقية نشوف الدنيا عتمشي إزاي بخصوص هذا الملف طيب نروح لخبر آخر وهو خاص بمحمد صلاح وإحنا عارفين محمد صلاح خلال الفترة فاتت خاص أول مبارح كان آخر مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام ويلفر هامتون وخلصت بيفوز الليبربول 2-0 لكن الفوز ده ما شافعش الليبربول أن هم يفوزوا ببطولة الدوري لأن منشستر سيتي فازوا أربعة واحد على برايتون شفنا دقيقة كانت مصيرة قوي في الحقيقة الديقة اللي برايتون تقدم فيها على منشستر سيتي اللي كان بيتابع مباراة ليبربول شاف تفاعل الجماهير مع هدف برايتون لكن ما فيش ديقة بالظبط أو حوالي 80 ثانية بالظبط وجوير وجاب هدف التعادل في الأمور هدي التاني في الأنفل لكن عموما منشستر سيتي كسبت فرق نقطة عن ليبربول هم تصدروا بطولة الدوري هم الفازوا بهذا اللقب وده ما مناعش خاص جمهور ليبربول من الاحتفال بهذا المسم الرائع بالنسبة ليبربول كان من نفسه لغاية آخر جولة في بطولة الدوري الإنجليزي وكمان وصلوا لنهاء الشامبينجينس ليج المباراة اللي هتكون يوم واحد من أول الشهر القادم أمام توتنا الفريق الإنجليزي الأخر هتكون مباراة صعبة جدا بالتالي فيما يتعلق محمد صلاح يعتبر المسم كان ناجح جدا لأنه جايب 22 هدف مش بس 22 هدف الراجل عامل 8 أسست فمساهم حوالي 30 هدف من الأهداف في هذا المسم بالنسبة لفريق ليبربول فالفيفا تفاعل شوية مع هدف بقى مش محمد صلاح هدف مكة محمد صلاح ابنة محمد صلاح واللي بعد المباراة زي المسم الماضي كده نزلت طبعا أرضية الملعب وجريت بالكورة وحطت الكورة جوالجون جمهور الأنفل تفاعل معها جدا وكان مبسوط جدا بالمظهر والهدف اللي جابته مكة وكان مظهر في الحقيقة حضاري مظهر جميل جدا جدا ونفسي نستفاد من الثقافة اللي احنا بنتشوفها في الدوري الإنجليزي أو في أوروبا بشكل عام لازم يكون فيه الثقافة دي جميل فضلت قاعدة لغاية لما اللعابين روحوا فضلوا يحتفلوا بيهم يحتفلوا بالفازوا بالجولدن بوت محمد صلاح أوساديو ماني 22 هدف لكل واحد أفضل حارس في الدوري الإنجليزي اللي هو طبعا أليسون طبعا الحارس البرازيلي 21 كلين شيت بعده كان إدرسون حارس منشستر سيتي 20 كلين شيت فبالتالي دي كلها أمور مميزة جدا ومعانا لقطات للهدف أو لقطة مكة يا جماعة ريت نزحها فبالتالي أهي معانا معانا هي مسكل القورة والتلعم يعني الناس كتير جدا أو الصحف العالمية كلها علاقت على هذا أو هذه اللقطات الخاصة بمكة محمد صلاح المواقع العالمية بشكل عام وفي الحقيقة هم بيركزوا على بعض الجوانب اللي بتكون مهمة جدا يعني ده شيء كويس وقالوا إن موقع الفيفا قال إن الهدف بتاع مكة جاء يعتبر هدف الموسم يعني بشكل يعني موت هكش دي اللي أعطات على فكرة من الموسم اللي فات مش بتاعة الموسم ده يعني لكن المهم يعني اللي أعطات مقررة وأكيد اللي أعطات مهمة جدا بخلاف بقى مكة محمد صلاح أنا نفسي نستفاد من الثقافة اللي بنشوفها من جمهور ليفر بول مش بس جمهور ليفر بول الجماهير في أوروبا بشكل عام الدوري الإنجليزي يا جماعة خلص فرق نقطة لصالح منشستر سيتي ما شفناش مدير فني تلعى تكلم قالك التحكيم ما شفناش مدير فني تلعى قالك لا فيه فريق استفاد على حساب فريق آخر بسبب الحكام ومشاكل وإخناقات والكلام اللي احنا منشوفه في الدوري المصري في الحقيقة يعني نفسي إن احنا نحاول نستفاد من الأمور اللي احنا منشوفها في أوروبا حاجات في الحقيقة رائعة ولازم كلنا يبقى عندنا الثقافة دي لازم يكون فيه غالب ومغلوب لازم يكون فيه يوم انت موفق فيه يوم انت مش موفق فيه خالص يعني كلها أمور في كرة القدم هي كرة قدم يا جماعة لازم تكسب ولازم تخسر احنا عندنا في النادي لأهل الثقافة طبعا نحنا لازم نكسب كل المباراة وهتفضل الثقافة دي في الحقيقة موجودة للا إن جمهور النادي لأهل يتعود على كده فمش حابق فيه تنازل من هذه الثقافة لكن منتكلم بشكل عام للأجيال القادمة لازم أن انت تتابع الدوريات الأوروبية وتشوف الناس دي بتتعامل زي الاحترافية بتتعمل زي التنظيم كمان بيعمل زي احنا نشوف الجماهير قريبة من ملعب مفيش مترين يعني رابين من ملعب جدا مشوف شو واحد بينزل أرض الملعب واحد بيعمل أمور ممكن أو أفاظلة خارجة بتطلع حتى لو يعني موجودة بنسبة قليلة لكن المنظر بيبقى جايد جدا في الحقيقة الواحد بيبقاعد بيتمتع جدا وهو بتفرج على أي مبره بالتحديد في الدوري الإنجليزي أكتر دوري بالنسبة طبعه في العالم يعطبر يعني فيه دوريات أخرى مهمة وميازة جدا دوري إسباني دوري إيطالي لكن أبرزهم في الحياة دوري الإنجليزيين نفسنا إن إحنا نشوف التجارب اللي بتحصل دي ونحاول نطبق الدوري المصري بنشوف الدوري الإنجليزي بيحدد بداية الموسم القادم قبل الموسم الحالي ينتهي يعني الدوري دلوقتي خلص أو قبل كمان ما يخلص كانوا محددين الموسم الجاي هيبتدي يوم إيه بالملاعب وحينتهي يوم إيه بكل حاجة بتخص الموسم الجديد ده نظامه ده الترتيب اللي بينجح أي مسابقة نفسنا الاتحاد المصري هم على فكرة يعني عندهم محاولات في تطبيق هذا الأمر إن هم يحددوا كل الأمور الخاصة بالمسابقة بتاعت الموسم الجديد ونحاول واحدة واحدة ممكن فرق إمكانيات في كل الأمور يعني في الحقيقة لكن نحاول نحن نطور من نفسنا دي شيء مهم جدا نحاول نحن نشوف مشاكلنا إيه ونحلها نحاول نحن نشوف الحكام عندنا فيه المشاكل بتاعتهم ونطورها ما نتبحش حكامنا خالص أو ما نلجأش بس للحكام الأجانب ونعلي كمان من سقف مرتبتهم عشان أن دي مصري ما تجيبهمش وكلام من ده فبالتالي نفضل بحكام مصري لا الأول أن نشوف إزاي طور التحكيم المصري الأول أن نشوف هينفع على طبق تقنية الفار ولا لا كلها أمور نتمنى من اتحاد المصري كرة القدم والمسؤولين على الرياضة المصرية وكرة المصرية بالتحديد بشكل عام أن هم يحاولوا يجدوها ويحاولوا يطبقوها في بطولة الدوري الموسم القادم عشان إن شاء الله نشوف مستوى أفضل من كده نحن نشوف نموسم سنة دي موسم جيد من أفسها في القمة أو في القاع لأول مرة من سنوات كتير يعني فنتمنى أن يكون فيه تطوير أكتر للمسابقة تطوير أكتر للأندية تطوير أكتر لكل حاجة بتتعلق ببطولة الدوري المصري في الحقيقة لأن يعتبر دي وسيلة ترفيهية مهمة جدا للشعب المصري نتمنى أنها تظهر بالشكل المميز طيب بالنسبة لمباراة نهائي دوري أبطال الأوروبا خلاص اتحاد الأوروبي أعلن أن السولفيني سوكومينا سوكومينا هو هيكون الحكم لنهائي دوري أبطال الأوروبا حكم دولي من سنة 2002 وعنده 42 سنة وحكم قبل كده مباراة نهائي دوري الأوروبي ما بين آيكس أمستردام الهولندي ومنشستر يونيتد الإنجليزي ده في 2017 اللي نفذ بيها منشستر يونيتد كمان أدار سوكومينا مباراة كأس السوبر الأوروبي في 2012 بين تشيلسي وأتلتكو مدريد حكم أكيد جيد ومميز جدا ودول من الحكام الصف وأكيد في أوروبا اللي احنا ما نشوفهم شي خالص في مصر هو الشيء يسكر بصراحة يعني كل الحكام اللي أنا بشوفهم أو أنا وإحنا بنتابع كده يا جماعة مباراة دوري أبطال أوروبا أو حتى مباراة الدوري الإنجليزي مباراة الدوري الأسباني الكلام من ده الحكام اللي وشوشي اللي احنا بنشوفها دي ما بجيش الدوري في مصري احنا بنجيب ناس تانية أو تصنيف تانية أو تصنيف تالت للأسف رغم المبالغ اللي بتتدفع كتير في الحقيقة للحكام لكن عموما يعني الحكم ده أكيد حكم مميز وأكيد هنشوف مباراة قوي جدا وأكيد معظم المصريين المفروض كلهم يعني بيتمنوا فوز محمد صلاح وليفر بول ببطولة الدوري أبطال الأوروبا نتمنى نتمنى أن يكون أول لعب مصري يفوز ببطولة الدوري أبطال الأوروبا وبالمناسبة احنا ما عندناش محمد صلاح بس اللي بيمثل مصر في نهائي نهائي البطولة الدوري أبطال الأوروبا اللي احنا عنداني كمان محمد نيني اللي ما فيش تركيز شوية معه للأسف يعني بسبب تقلق محمد صلاح لكن نيني حتى لو ما بلعبش ممثل مصري في النهائي الدوري الأوروبا مباراة أرسنال و تشيلسي أكيد كمصريين نتمنى فوز أرسنال وأكيد نتمنى فوز ليفر بول أرسنال على تشيلسي في نهائي الدوري أوروبي و ليفر بول على توتنم في نهائي دوري أبطال الأوروبا وعشان اتنين لعبين مصريين يكون أول اتنين فازوا بألقاب أوروبية كبيرة زي دي أول واحد يكون صلاح إن شاء الله فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا كمان أول واحد يكون محمد نيني إن شاء الله بإذننا أول مصري يفوز ببطولة الدوري الأوروبا كل توفيق لأبنائنا ممثل مصر في الخارج من ضمن كمان الأمور المهمة جدا ومن ضمن الأمور المنظمة جدا اللي بيتكلم فيها الاتحادات الكبيرة في أوروبا 16 مايو وده بالنسبة للاتحاد الإنجليزي هو ما وعيدا لإنطلاق المركات والسوفي للدوري الأنجليزي يعرفين إن كان فيه قرار اتخذ خلال الفترة اللي فاتت أو من كام شهر كده إن آخر معاد لسوق الانتقالات في بطولة الدوري الأنجليزي حيكون قبل بداية أول مبارا في بطولة الدوري الأنجليزي تبتدي في أول تمانية ومع ذلك بيبقى فيه سوق انتقالات مفتوحة ممكن تجيب لعيب وتبيع لعيب لغاية يوم 31 تمانية وده المعاد المحدد من قبل الفيفا لآخر يوم خاص بالتعاقدات والانتقالات الصيفية بالتحديد التحدي الإنجليزي قرر إن آخر يوم ليك تقدر تتعاقد فيه مع لعيب حيكون قبل أول مبارا في بطولة الدوري الأنجليزي وده قرار جديد وتم الموافقة عليم الاتحدي الإنجليزي بشكل كامل لكن في المقابل تقدر تبيع أو تعير أي لعب لحد يوم 31 تمانية بشكل طبيعي لكن تضيف لعب تاني لأ ده مش هيكون متاح فبالتالي ده من ضمن القرارات المهمة جدا في المركات والصيفي الدوري الإنجليزي واللي احنا هنشوفها خلال الفترة الجاية وحنا عارفين ان بيبقى انتقالات تابعة لفيفا اللي هي الـ TMS وده من خلالها أو ده سيستم التحديد من خلاله بتقدر تتعاقد مع لعب تأيضه في صفوفك أو ان انت تنطنق اللعب لأنادي آخر من خلال هذا السيستم اللي هو TMS يعني كلها أمور مهمة جدا وكلها قرارات بتبقى أكيد مهمة في صالح الدوري من وجهة نظرهم هم يعني في إنجلترا وده أكيد شيء بمميز وفي الحال الناس دي نادرة لما بياخدوا قرارات غلط يعني بصراحة لسه مع إنجلترا وبتحديد منشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال الأوروبا وده تقارير إعلامية قالت إن محقق الاتحاد الأوروب لكرة القدم ويفا يتوقع أن يصعوا لإيقاف منشستر سيتي بطل إنجلترا عن المشاركة في بطول الدوري أبطال أوروبا لمدة موسم واحدة ليه بسبب اللعب اللي احنا شايفينه على الصورة دلوقتي اللي هو سانشو سانشو ده أحد اللعبين والمواهب اللي هتكون كبيرة جدا فعلا كرة القدم هو لعب بورسيا دورتمونتا الألماني واللعيب عنده 18 سنة ومن حوالي سنتين تلاتة كان منشستر سيتي اجتمع مع الوكيل بتاعه وعلى حسب الكلام يقال إنه تم دفع 200 ألف جنيه حوالي 260 ألف دولار لوكيل الجناح الإنجليزي صاعد سانشو عندما كان في الرابعة عشر من عمره حوالي أربع سنين وهو دلوقتي إذا ما إحنا فينا أو زي ما أتركه هو متواجد في فريق بورسيا دورتمونتا الألماني وفي الحياة بيتقلق وأحد العناصر اللي هتكون مميازة كمان للمنتخب الإنجليزي فبالتالي شايفيني ده خرق يعني للنظام ويه شيء يعني مفروض ما يكونش موجود من الأندية بشكل عام إن أنت ما تكونش بتحاول إنك تتعاقد مع اللاعبين بشكل صحيح أو إن أنت ما تخرجش هذا النظام ده شيء مهم جدا وهناك الناس بتتهزرش يا جماعة بصراحة أي خرق للواقع تبقى عقوبة على طول أي خرق للأنظمة والاتفاقات الكلام من ده ده بيبقى برضو عقوبة على طول فهما في احتمال أن منشستر سيتي يتم استبعاده لمدة موسم مع بطولة شاملونزليج وده حيكون شيء مؤسف بالنسبة لجميع منشستر سيتي اللي بيأمل أنها يفوز بالبطولة في يوم الأيام يعني نصرفت كتير جدا جابت لعبين كتير جابت كوارديولا نفسه يعني وما لغاية دلوقتي ما كذبوش بطولة دوري أبطال لأوروبا يعني طيب ده فيما يتعلق بإنجلترا بالنسبة لإيطاليا ديروسي النهاردة بيرحل عن روما بعد 18 عام قضاهم مع روما طبعا يعني اللعب كبير جدا ونجم كبير جدا دانيال ديروسي نجم وسط روما ونجم وسط المنتخب الإيطالي والإدارة بلغته بشكل رسمي أنه هو مش هيكون في خطة النادي للموسم الجديد وهو وصل لسن خلاص 35 سنة وهو كان بيتوقع على حد كلامه يعني أنه كان بيتوقع عدم تجديد عقده وكان شايف أنه خلاص دلوقتي أنه ممكن أنه هو يرحل فيه عن فريق روما ديروسي يعني خد مباراة كثيرة جدا 614 مباراة مع روما ليكون ثاني أكثر اللعبين مشاركة مع فريق بعد نجم هجوم روما السابق طبعا فرانشيسكو توتي اللي خد 786 مباراة قبل اعتزاله في 2017 رئيس نادي روما اللي هو جيمس بلوتا قال في بيان لمدة 18 عام كان دانيالي بمثابة القلب النابض لفريق روما خد ديروسي 117 مباراة من صفوف المنتخب الإيطالي وتوج معه بكأس العالم أغلب طوله أكيد 2006 وكلنا أكيد فاكلين وتكسب مع روما بالتحديد بطولتين بس هم كأس إيطاليا عام 2007 و2008 أعتقد خد السوبر كمان أعتقد خد السوبر الإيطالي مع روما لكن لعيب طبعا كبير ولعيب تاريخي بالنسبة لصفوف روما ومنتخب الإيطالي النهاردة بيرحل بشكل رسمي عن فريق روما الإيطالي طيب آخر خبر معنا بقى من إيطاليا نروح لألمانيا هو خاص بروبن روبن النجم الهولندي الكبير أريان روبن طبعا نجم فريق بيرميونيخ واللي كان غايب بقاله فترة جميلة جدا لمدة 5 شهر خلال الأسبوعين اللي جايين روبن هيكرر طبعا ما صرته هيكون ما صرها إيه بعدما خلاص أعلن بشكل رسمي أنه مش هيكون متواجد مع فريق بيرميونيخ خلال الموسم القادم وده بالاتفاق طبعا بعد نهاية عقده مع فريق بيرميونيخ وبعد مسيرة من 2009 لما راح من ريال مدريد لبيرميونيخ لحد دلوقتي احنا في 2019 مسيرة كبيرة وحافلة من روبن مع فريق بيرميونيخ مليئة بالألقاب في الحقيقة والبطولات الهمة جدا النهاردة خلاص تكرر أنه مش هيكون متواجد السنة الجاية أو القرار متاخد بقاله فترة يعني هو مش هيكون متواجد السنة الجاية مع بيرميونيخ لكن القرار اللي هو بيدرسه لسه وهو خاص بمسيرته القروية هل هتستكمل في نادي آخر أم هيعتزل لعبة كرة القدم تماما ده قرار لسه بيدرسه طبعا أريان روبين نجم الهولندي الشهير ونجم ريال مدريد السابق وشيلسي وبيرميونيخ وهو خلاص عنده كمان هو كمان 35 سنة لكن لعيب كبير قوي في الحقيقة أي قرار على شميله بتبقى جون أي قرار على شميله من ناحية المين كده بتاعتبارها جون بنسبة 95% يعني نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله سواء حيستكمل مسيرته أو حيعتزل لعبة كرة القدم طيب دي كلها كانت أخبار مهمة جدا في بداية حلقة الأهلي الليلة النهاردة تكلمنا في كل ما يخص النادي الأهلي سواء الفريل الأول أو قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كمان تكلمنا وتطرقنا لبعض الأخبار المحلية وكمان بعض الأخبار العالمية الهمة جدا الحلقة لسه مخلصتش لسه مستمرين معاكل ساعة كمان الفقرة جاية هتكون فقرة مهمة جدا جدا مع نجمي كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين وهو الكابتن أحمد كشري عشان نتكلم معاه في العديد والعديد من الأمور اللي بتخص الدوري المصري بشكل عام وبالتحديد فيما يتعلق بالفريل الأول لقرة القدم من نادي الأهلي خلال الفترة الحالية استنونا بعد الفاصل مع الكابتن أحمد كشري النجمي كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين اللي قدروا يحرز العديد والعديد من الألقاب مع فريق نادي الأهلي ولعب كان مهمة جدا في خط هجوم النادي الأهلي وكل أمور النادي أكيد عرفه كويس جدا ومتذكره كويس جدا ومتذكر أهدافه بشكل كبير جدا جدا طبعا كابتن أحمد كشري وينورنا وينورنا في الستوديو كابتن أحمد بنورنا حبيبي أمير أنا اللي ساعد إن أنا معاك وكل سيانا همت طيب ومصر كلها بخير ورمضان كريم معاكم الحمد لله كويس كويس تقيم تجربة الترسانة إزاي أنا عارف خلاص أنك تركت تدريب نادي الترسانة تقيمك لهذه التجربة من وجهة نظرك والله تجربة الترسانة الحمد لله بالنسبة لتجربة مهمة ومن أهم التجارب لها في حياتي لأن من أهم التجارب آه طبعا آه طبعا نادي كبير ونادي جماهيري ونادي لتاريخ وخبطولات دوري وخكاس فأكيد حجم النادي وحجم التجربة الحمد لله تجربة كانت مهمة وكانت يعني قابة كوساين أوقاتنا أنها تكلل بنجاح خاصة أننا كنا فريق مميز جدا في النتائج بتاعتنا في أسلوب لعبنا كانت فرقة بتلعب كرة هجومية كويسة قوي بنوصل الجهون أكتر من أي فريق في المجموعة بتاعتنا أو المجموعة التانية أكوى خط ادفاع على مستوى الثلاث مجميع تاني أكوى خط هجوم كان الفريق فيه مزيج من الشباب والخبرة لا أعملنا موسم كويس قوي ويعني أنا شايف أن عدم التوفيق ما كانش فيه توفيق معنا في المباراة الأخيرة وخاصة المباراة الأخيرة دي مباراة اللعيبة اللعيبة آه يعني لما توصل لمرحلة أنت خلاص بتلعب آخر 3-4 مطشاط عشان تسعد هنا بيبان بقى نوعية اللعب وشخصية اللعب في الملعب وبيستحمل الضغطات ولا لأ عنده إسرار على الفوز ولا أ بيعرف يعني يلعب مباراة في أجواء صعبة ولا أ فطبع الحاجات دي ممكن كان معايا لعيبة لسه احنا كنا في أول سنة مع بعض فيه لعيبة يعني تأثرت بالضغوطات شوية آه زائد أن فعلا إحنا يعني مش عايز أقول غير أن التوفيق فعلا ما كانش معانا بدليل أن إحنا كسبنا الفريق اللي صعد له أفسي مصر وكان الكورتنا أعلى منه بكتير جدا آه وكسبناه وهو كان بعد كده بعد ما شنا ما كسبناه آآ كان التوفيق معا جدا نكسب ست مصرات في الوقت الضايع فعلا آآ فطبعا دي كانت غريبة قوي يعني أن التوفيق يبقى مع فريق في أكتر من مصر وإحنا المباراة اللي هي عايزين نكسبها ضغطين فيها تسعين دقيقة وكورة عملاتي في العرضة ومش عايز تيجي فقط هل ممكن يكون فيه أسباب أخرى بتعطيق نادي الترسل على تأهل الدور الممتاز وخصوصا أن احنا آخر ثلاث مواسم بالتحديد بنشوفهم خاص بيوصلوا للآخر خالص آخر مباراة اللي ممكن توديهم الدور الممتاز وما يسعدوش هل فيه أسباب أخرى فيه بعض الأمور اللي ممكن تعطي نادي الترسل على تحقيق حلمه وهدفه بالتواجد بالدور الممتاز وخصوصا أنه نادي كبير وتاريخي يعني في الدور الممتاز والله يا أمير بص يعني أنت عندك ميزة وممكن تبقى في نفس الوقت ضغطة على العيبة اللي هي عندك ميزة الجمهور جمهور نادي الترسل جمهور كبير وبحب فريقه جدا وجمهور مميز يعني ناس أنا كنت سعيد جدا بجمهور الترسل وتشجعهم ووقفهم وورا الفريق لكن فيه لعيبة ما بتعافش لعب في الجيل الحالي ده تحت ضغط الجمهور أو أن هي حاسة أن هي بتلعب في نادي جماهيري فتلاقي اللعيب أحيانا ننزل الملعب يعني في آخر تلات مباراة فيه لعيبة تحس أنها مش قادرة شير رجلية من الضغط ومش لعيب واحد عارف لو بتكلم في لعيب ولا اتنين تقول ده حالة لكن تلاقي خمس ست لعيبة مش في حالتهم إحنا متسايدين اللقاء زي ماتش النصر الأخراني حطينه بتسعين دقيقة في الثمانتاشر لعيبة خايفة مضغوطة نفس الحكاية في مباراة القناة بلع فريق القناة فريق كبير وفريق إمكانياته أعلى مننا المادية تسعين دقيقة إحنا مسيطرين على المباراة من أول ثلاث دقايق كرتين في العرضة ومفردات والشوت الثاني مضغعين أكتر من واحدة لو واحدة جات فيهم جون كان نادي الترسانة كان وضعه ضغير فأنا شايف أن التوفيق كان ما كانش معانا في الفترة دي ويعني دايما بنقول أن أحيانا الجماهير بتبقى ميزة وأحيانا بتبقى ضغطة على اللعيبة يمكن في الجيل الحالي قبل كده كانت ميزة كانت ميزة طبعا كفي الشخصية اللعيب قوية يقدر تحول الدغطات فأنت النهاردة بتتعامل مع العيب الشخصية بتاعته ويه زمان أيامنا احنا كنا بنلعب ممكن لستاد مليان مئة ألف ضدنا حتى وتلعب وتكسب وتروح تلعب الإسماعيل في إسماعيلية تكسب وتلعب المصر في الفابرسعيد تكسبه اللعيبة اللي موجودة في الجيل الحالي بقالهم مثلا فترة طويلة مش واغدين على الدغطات دي وين كان الجميع بتاعتنا بصراحة ساعدتنا في المباريات اللي دخلت فيها المباريات لكن انا بتكلم على شخصية اللعيب شخصية اللعيب هنا بالداني يعني يقدر يلعب في أجواء صعبة دي هي هي يمكن أنا شايف أن هي دي يعني الفيصل في الموضوع وأنا ذات نفسي يعني مش هتحك عليك يعني لحد النهاردة ما بقعد وعدت مع رئيس النادي بقول ليه دايما النادي الترسانة بيجي في الآخر ويحصل معا كده وحصلت معايا وحصلت مع المدرب اللي قابلي وحصلت قبل كده مع الكابتن عبد الرحيم فمش عارف يعني أتمنى يكون أنا أورد وأكيد يكون في بعض الأسباب اللي لازم مجلس دارة نادي الترسانة يكون واخد باله منها ولازم يشتغل عليها في كل ألف فترة الجاي عشان نشوف بقى نادي الترسانة يرجع زي زي زمان في بطوة الدورة يعني بشيء مميز في الحقيقة والله يا أمير برضو إحنا برضو عشان نستبع عارفة أنت كنادي الترسانة النادي الوحيد الجماهيري اللي في وسط أربع فرق معاك شركات يعني نادي القناة شركة نادي افسي مصر شركة سيراميكا شركة كوكا كولا شركة أنت النادي الوحيد الجماهيري فأنت بتلعب تحت ضغط أكتر منهم عندك مواقع عالمية كثيرة جدا بتتكلم على الفرقة بتتكلم على العيبة بيره فيه تركيز معناه الترسانة عشان اسمه طبعا وتريد بالضبط فيه العيبة بتتأثر بالكلام ده أحيانا بعض المواقع تبقى معاك وفيه مواقع ضدك وممكن ما تكونش ضدك أنت كمدرب أو لعب ممكن تبقى ضد المجلس مثلا تلاقي بتتكلم عكس اتجاه يعني فده بيبقى ليه تأثير وإن كان أنا ما يخصنيش يعني العلاقة طبعا بعد هدف كابتن أحمد كشري طبعا هدف كل جمهور النادي الأهلي ما انساش أتفضل كابتن كمد طبعا الحاجات دي كان بيبقى ليها تأثير على اللعيبة لكن بنقول برضو دي كوري القدم ووارد ان انت تعمل كل حاجة في الكهرة وما توفقش النادي الأهلي النادي الأهلي ونادي الزمالك النهاردة بينفسه على طولة الدوري النهاردة الأداء مش كويس من الفريقين فده برضو من الضغط فلازم الناس تفهم كده يعني مش فيه الترسانة بس نادي الأهلي هو أكبر نادي في الوطن العربي وأفريقيا ونادي الزمالك أداء بتاعه مش كويس لأن اللعبة بتلعب تحت ضغط فأحيانا اللعبة لما بيبقى تحت ضغط ما بيقديش طيب احنا نشوف بعض الأهداف للكابتن أحمد كشري أهم الأهداف أو أغلى هدف أنت سجلته في مسيرتك مع النادي الأهلي يا كابتن كمين والله أنا سجلت مع الأهلي أهداف كتير الحمد لله مؤسرة يعني يمكن الهدف اللي جبته في نادي الاتحاد اسكنداري في سنة 98 أخذ نبي الدوري كان في اسكندارية وأحرصت الهدف والهدف ده أخذ نبي الدوري من الأهداف طبعا مؤسرة جدا ليه أهداف جميلة مع النادي الأهلي وليها تأثير يعني دي مستولة العربية أول أهدافي في البطولة العربية دي كانت في تونس والماتش اللي قابله اللي جيب الهد ده كان مبارا مع الشباب السعودي في السعودية وكان جماهير مصر إذا ما تشاف كانت مالية المدرج فأحنا أيامنا كانت جميلة وكنا الحمد لله كلعيبة لأ كان عندنا لعيبة كتير كويسة قوي ولعيبة عندها شخصية يمكن لسه أتكلم معاك اللعيبة اللي بتلعب تحت ضغط الجمهور إحنا قال مبارا كان بيجينا 40 و 50 ألف ده لما يكون ماتش يعني مفوش جمهور النهار ده اللعيب لما بيشوف 50 و 60 واحد في المدرج لأن الجيل الحالي في الحياة ما تعودش على تغيب الجماهير بسبب الظروف الكتيرة التي تعرضنا لها البلد تعرضت لها أو الرياضة المصريية بشكل عام خلال السماوات الكتير الماضية وده ممكن يكون أثر بشكل كبير على اللاعبين طيب الفترة الجاية كابتال أحمد كشري متفكر في إيه؟ أكيد في بعض العروض اللي ممكن تكون جاية لك اتجاهتك إيه؟ أو أهدافك هتكون ماشية زي في دراسة هذه العروض والموافقة على بعضهم أو أحدى هذه العروض يعني والله الحمد لله أميرا مش هتحك عليك يعني الحمد لله جالي عروض كتيرة وبشكر الأندية اللي هي يعني كلمتني أو عرضت اسم أن أنا جيلهم بس أنا ببقى عندي اختيار طبعا عايز الأفضل يعني عايز النادي الأفضل من ناحية الطموح رقم واحد أن يكون نادي عايز يصعد أن يكون نادي عنده إمكانيات لأن كرة النهاردة برضو محتاجة إمكانيات الأندية اللي بتصعد دلوقتي أندية إمكانيات لو بيتوفر الطموح رقم واحد والإمكانيات رقم اثنين أنا ما عنديش مانع أن أنا أروح الأندية دي لكن أنا بحب الاستقرار بحب الأجواء تبقى في النادي كويسة ما أحبش أن في بعض الأندية بتكلمني تقول للأمور عندنا كويسة واللعابة ملاش مستحقات تفجأ أن أنت بعد ما تكلوه معاك أول اللعاب يتصل بك من الفريق أو إداري يقولك لا دي احنا لنا ولينا ولينا وفي مشاكل فطبعا أضطر أن أنا أعتذر فأتمنى أن ألاقي النادي أو معنى صح اللي عنده الطموح اللي أنا عايزه وأنا من المدربين الحمد لله الطموحين جدا ويمكن الحمد لله لي تجارب مهمة والحمد لله كانت مؤسرة زي تجربة النصر التعدين كان فريق زي ما أنت عارف النصر التعدين كان ظروفه كانت صعبة جدا كانوا لما بسكت النصر التعدين وهم كانوا يعني كانت مصر كلها بتقولي أنه هو أضعب فريق إذن أنه نحن نكسب فرع كبيرة زي بتروجيتو وديدجلة والشرقية والدخلية وكسبتهم مدربين كبار يعني وتجربة طبعا منتخب جبوتي اللي أنا خطها ولعب التصفيق كسعى البعض استغرب بالتجربة دي شوية كترحة والله تجربة دي تجربة مهمة تتقيمها إزاي أنت؟ أو شافي أنها كانت خطوة مفيدة بالنسبة لك؟ طبعا طبعا دي فرقت معي في التدريب أكتر من 10-15 سنة طبعا لأن أنا رحت في أجواء يعني صعبة تتكلم على منتخب ضعيف أو بداياته لسه في الأول قدرت الحمد لله في فترة بسيطة أن أنا خلي الأنظار تلتفت لي في أفريقيا قدرت أن أنا أكسب فرع في أفريقيا حجمها أكبر مني بكتير جدا زي منتخب السودان لعبت ممرات مع منتخب زنبيا كان ماسكو هيرفي رينارد كان بكسبني بالعافية 2-1 تعديلت مع كينيا ممراتين لعبت مصر في تصفيق كاس العالم ومباراة كان منتخب مصر كان واخد أمم أفريقية 98 والناس كلها أشادت 98 أصدق سوري 2008 2008 2008 2008 صح صح أنا راح في 98 2008 وعملنا مباراة كبيرة والناس أشادت بالفريق بتاعي ورغم أنه كان فريق كان يعني النتاجه قبل كده كانت ضعيفة وجاء لي منتخبات كبيرة جاء لي منتخب كينيا ومنتخب السيوبيا ولكن أنا قلت أرجع مصر وأمسك فرقة في الدور الممتاز فجيت تصدمت بقى في اللي بيحصل في مصر وأن الأمور في الدور الممتاز ماشية غلط يعني ماشية بقى بالعلاقات وماشية بحاجات تانية أنا آسف إن أنا أقول كده بس دي حقيقة يعني تلاقي مدرب أو يعني بعض مجلس الإدارات تلاقي ما بتفكرش يعني اللي قدام خلاص فيه مدربين اشتغلوا كل واحد خلاص السي بي بتاعه واحد اشتغلوا وما نكحوش اشتغلوا وما نكحوش ده عرضه مسكين فريق وبكرة مسكين فريق تاني وبعده مسكين فريق تالت في نفس الموسم في البطولة الدورية أو نفس الموسم الكروي في مصر ده حاجة غريبة وده في الحقيقة حاجة سلبية جداً في الكرى المصرية وأكيد نتمنى بالتحضر الكرى المصري إنه هو يحط لويح خلال الموسم الجديد إن أي مدرب ما يحقش ليه غير إنه هو يمرن فريق واحد بس في الموسم لأن احنا بنشوف أمور بصراحة غريبة جداً ونشوفهاش غير في الدوري المصري ممكن المدرب يمسك 3 و 4 فرق في الموسم الواحد يعني وفيه أكتر من مثال هذا الموسم فده بيبقى شيء سلبي ومش في صالح الكرى المصرية إطلاقاً يعني أكيد تتفق معنا والله طبعاً يا أمير أنا يعني أنا بستعرف زي زي الناس يعني مدربين كتير بنقعد مع بعض يعني ما تعافش إيه المكياس يعني النهاردة أنت كمدرب بتاخد مدرب عندك ممكن يكون منجحش مع الفريق أو المناخ اللي موجود ده مش مناسب ليه تليه راح حتة تانية ومسك نادي أكبر ويبقى ماسك نادي أصغر يروح للأكبر والأكبر ويفضل الحلقة بتدور حواليه الناس معينة أسماء معينة في حين أن الأجيال اللي طالع أجيال كويسة جداً يعني النهاردة شوف أنت بتتكلم مثلاً شوف إيه الجلال مدرب عامل زي شوف عمد النحاس عودة يعني مدربين الشباب اللي طلعوا عملوا يعني عملوا نتايا كويسة جداً ليه؟ لأن إحنا عصيرنا مدربين أجانب أخذنا دورات تدريبية متقدمة مع خبر ألمان مثلاً من جليز الناس دي ما عاشتش كلام ده اللي قبلنا فبالتالي أنت عندك عندك دراية وعندك خبرات أو عندك الحديث في كرة القدم في التدريب أنا من المدربين اللي ما بسيبش حاجة دورات تدريبية اللي ما أروح أخدها وحتى لو أستفاد معلومة صغيرة لأن كل يوم طول ما إحنا عاشين طول ما إحنا بنتعلم وكل تجربة بتفرم معاك لكن الأمور في مصر مختلفة يعني بصراحة غريبة ويمكن داللي خلاني أنزل أمسك في الممتاز به أنا كنت ممكن أقعد وقول لا أنا أمسك في الدور الممتاز رغم أن أنا تجربت نجحة 100% مع المصر التعدين أكتر من المدربين في موجودينه كمسكين فرق كبيرة بدليل أن أنا مسكت النص التعدين يعني بعد 23 ماتش كان عندهم 9 بونت أول 6 مبارات ليه؟ أنا كسبان 4 وكسبان مين؟ ودي دجلة كان معاهم محمد حسن بيدو كسبان بتروجيت كابتن حسن شحاته في ملعبه كسبان الدخلية في الدخلية كابتن رشف آسم كسبان الشرهية كابتن مد النحاس كسبان جيش كسبان مكيدة لاتحادي 2-0 كسبان فرق كبيرة جداً حجم الفوارق بينه وبينهم كبيرة في لعيبة وإمكانيات وتاريخ ومع ذلك الأمور معرفش يعني في حاجة غير طبيعية موجودة هنا في مصر بيقاس عليها المدرب نتمنى أن الكرة المصرية تتخلص منه خلال الموسم المقبلة بتحديد وأكيد نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك المقبلة كمدرب إن شاء الله كابتن كشري لكن تريد أن نتكلم عن بطولة الدوري المصري هذا الموسم ورؤيتك التحليلية للبطولة بشكل عام رأيك إيه في الموسم الكروي في مصر بتحديد فيما يتعلق ببطولة الدوري الممتاز هل شايف أن البطولة فنياً كويسة فيها إصارة فيها مستويات مرتفعة مثلاً عن الموسم المقبلة رؤيتك بشكل عامو طاقيم مقبلة الدوري هذا الموسم والله يبص هو الدوري في إصارة موجودة إصارة دلوقتي في الدوري يمكن عشان الفواري بقت قريبة قوي لكن فنياً لا الدوري السنة دي فنياً أنا مش شايف أن النادي الأهلي بيقدم الأداء بتاع النادي الأهلي وده غصباً عن اللعيبة والجهاز الفني أو الأجهزة لمسكت النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بدأ الموسم بطولة أفريقيا والضغط في المباريات بتاعت بطولة أفريقيا مع الدوري فالأهلي كان مظلوم جداً في بداياته يعني الأهلي كان بلعب مباراة كل تقريباً 3 تيام بلعب مباراة أو 4 تيام فبالتالي بدأ يحصل إصابات كتيرة للعيبة بدأ النادي الأهلي يتعطل في مسيرته في الأول في الدوري إذا مالك لعب مطشاط أكتر ففرق عن النادي الأهلي فبدأ يلعب مباراة وهو مضغوط لما النادي الأهلي خرج من بطولة أفريقيا بدأ النتائج في الدوري تتعسن واللعيبة ترجع فالأهلي هو اللي فرق وبدأ الزمالك هو اللي يتضغط الفترة الأخيرة فعدم انتظام الدوري من البداية وعدم وضع جدول منظم للدوري من البداية النهاية أثر على الأداء الفني اللاعبين وضغط فريق النادي الأهلي فبالتالي النادي الأهلي فيه مباراة كتيرة مقدمش فيها المستوى الفني العالي وده أنا كمدرب أعذر فيها اللاعبين والجهاز الفني خاصة أن فيه إصابات كتيرة جدا عند النادي الأهلي مش متواجدة في أي فرقة لكن الدوري فيه إصارة لأن الدوري لحد دلوقتي ما تحددش من البطل وإن كان طبعا النادي الأهلي أقرب لها ودي من خبراتنا ومن عارفين النادي الأهلي أقرب من أنهي جوانب بالضبط يا كابتن لو بصنا عمو نفسها لأن الزمالك يعتقد تكون نفس الفرص عند النادي الأهلي أنه يفوز بالدوري برضو فرقتين لو كذبوا المباراة بتاعتهم أي فريق حيفوز بالمباراة بتاعته هو اللي حيفوز بالدوري لأن الأخر مباراة بين أهلي وزمالك وارد جدا ليكسب في هذه المباراة هو اللي يفوز ببطولة الدوري لكن هل في جوانب أخرى من خلال حضرتك شايف أن النادي الأهلي هو اللي إن شاء الله يكون أقرب لفوز ببطولة الدوري آه طبعا النادي الأهلي الفترة الأخيرة دي آه في ضغطات على اللعيبة اللعيبة ما متقديش بشكل يعني فني أو جمالي زي الفترة اللي قبل كده لكن الأهلي عنده لعيبة كتير كانت مصابة بدأت ترجع بعد اللعيبة دي بتدي اللعيبة كوة خاصة في الحتة الهجومية يعني عودة توليد سلمان تفرق مع النادي الأهلي آه لما رجع صلاح محسن برضو تدي قوة الخط للهجوم آه جايه لما يرجع الفترة الجاية أو يرجع المستوى هيضيف لخط الهجوم بتاع النادي الأهلي يعني العناصر هي اللي من خليها حدثتو المسأل وصالح جمعة وجود صالح جمعة في الفترة دي مع ناصر ماهر فأنت عندك الخط الأمامي كويس لكن محتاج تركيز على المرمى شوية يعني إحنا مشكلة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة آه حتة الأهداف ودي يعني خص بالذكر فيها آه وليد أزاره طبعا آه ثم آه مرون محسن آه لكن نادي الأهلي آه راكب الدوري نادي الأهلي آه المبارات اللي جايه بيلعبها مع فرق معظمها هتنزل وبرضه النادي الزمالك ممكن يكون آه نفس المباريات لكن الآهلي اللي ما تفرج عليه حتى لو الآهلي مش في أداءه أو مش في مستوى بتلاقي فيه فرص كتير للنادي الأهلي يعني بتلاقي في ماتش أسموها بيتجيله فرص طبعا بيضيع في حين ما نبص على الجانب التاني النادي الزمالك مع الداخلية ما جات لهوش فرص يعني الهدفين اللي جابهم في الداخلية آه ضرب الجزاء وكرة يعني كرة سابتة آه كرة سابتة لكن ما لهوش فرص حقية ممكن تكون فرصة واحدة في حين النادي الداخلية وصل لمرمى الزمالك أكتر وبرضه كان في المباراة اللي قبلها فتحس إن الأهلي رغم الضغطات أو هو بيدور على الثلاثة بونت لكن هو أقرب للمكسف في اللقاء نادي الزمالك مش أقرب يعني نادي الزمالك بيبقى الفرق اللي قدامه ندي ليه طوال المباراة احنا شفنا المباراة اللي فاتت بتاعة الداخلية لو كان جاب ضربة الجزاء كانت المباراة تخرج تعادل فعش كده يبقولك النادي الزمالك لأ شخصية لعبة النادي الزمالك أكوى النادي الزمالك ما بيعتمدش على لعب واحد عنده لعبة كتيرة من الخبرات النادي الزمالك بيعتمد على اللاعب الواحد يعني لو كعربة مش في حالته الزمالك بتأثر فرجاني ساسي لو مش موجود بتلاقي فريق الزمالك متأثر جدا في نص الملعب لكن النادي الآلي جماعيته أفضل من النادي الزمالك يعني شكرا بقولك النادي الآلي أقرب للبطولة طيب خلنا نروح نشوف الجمهور رأيه في شكل منافسه هذا الموسم على بطولة الدوري من خلال التقرير اللي جيدة خلنا نروح نشوف نرجع تده في منافسه الشكل تغير بدلا ما كانوا فريتيين بقوة ثلاث فرق لكن كن شايف ان النادي كانوا قداموا فرصة من بداية الموسم ان هو يبقى أفضل من كده ضع من هنا نقط كتير يعني وحاليا دلوقتي ما مندورش على أداء طيب اتدور على نتائج وانا خلاص انا في مرحلة الحاسمة انا محتاج بطولة فما دور على النتائج لك انا ما اتكلمي على الأداء لا ما فيش أداء وخاصة وكمان في معظم الفرق مش الأهلي بس والله المنافسة ما تحسبش دلوقتي لسه الدولة لحد اخر ماتش بس هي مقربة يعني للأهلي لو تخلز اه لو قسب مبارياته ولا حد يقدر يقول من اللي ينزل التالت من اللي ينزل بعد النجوم والداخلية ولا حد يقدر يقول المربع الزهبي من المركز الرابع من اللي يبقى فيه والله بطولة الدورة السنة دي مختلفة عن كل سنة احنا شافنا يعني تخريبا زي الدورة الأوروبي برضو في منافسة قوية جدا بالأهل والزمالك اه وبراميز بس ان شاء الله انتمنى ان شاء الله بسيخة كبيرة اللي يحسنها في جارة فورسة ان شاء الله المنافسة طبعا قوية جدا والفرق اختلف فيها الأداء بالنسبة لكل الفرق فيه فرق طبعا اعتمدت على الصرف جمي جدا زي بيراميز وزي الزمالك برضو بيساعدوا بعض نفس الكلام اه وبعدين بيأهلوا بعض وفيه حد بينافسنا طبعا كأهلي طبعا لكن احنا طبعا أهلي ان شاء الله فوق الجميع بإذن الله أجمل ما فيها التنافس اللي انت ما تبقاش عارف الوضع حتة التبديل والتوفيق اللي موجودة ما بين الفرق دي مدي روح المنافسة العالية بين الفرق وبتخلي الموتشين كان آخر اللحظة كان آخر الموتش اللي فات دوت لغاية ديها تمانية وسبعة وتسعين سبعة وتسعين انت ما انتش عارف ايه النتيجة هتبقاي طيب يعني الرأة كلها واضحة يعني من الجماهير بشكل عام بتحديد جمهور النادي الأهلي في شكل منافسة على بطولة الدوري وأكيد المنافسة هذا الموسمة منافسة صعبة جدا رأيك فيه منافسة على القمة بتحديد واختلاف شكل منافسة على القمة عن الموسم السابقة السنة دي منشوف اهلي زمالك بيرامدز بنفسه على بطولة الدوري الاسباب اللي ممكن تكون قدت لكده من وجهة نظرك ممكن تكون ايه والله طبعا انا هقولك بصراحة يعني وجود فريق بيرامدز بامكانياته المادية ادى للدوري برضو حت قوة وطعم ومنفس أكيد يعني فريق محترم فريق قوي عنده عناصر يعني اول مرة بنشوف مستوات لعيبة محترفة من البرازيل والامكانات اللي بتيجي وزي عمر خربين لعيب كبير يعني عندهم لعيبة محترفة كويسين جدا فادى للدوري قوة قوة الدوري انا شايف ان هو في مصلحة الفرق كبير مش ما بيدورش بالعكس يعني نهاردة لما يبقى بيرامدز موجود يبقى فيه منافسة ما تبقاش منحصرة بين فريقين بجانب ان الناد الآلي والزمالك زي ما قلتلك اتأثروا برضو بالذات الناد الآلي في البداية بطولة أفريقيا اتأثر بيها فقرب المسافات بينه وبين بيرامدز في بداية المشوار لكن لما الآلي بدأ يعني يتفرغ للدوري بدأ اتبان الفواري وبدأ الناد الآلي يفرق عن بيرامدز اما بالنسبة للناد الزمالك زي ما قلتلك قبل كده الزمالك كان بيلعب في ظروف سهلة جدا في بداية الموسم مباراة منتظمة في مسافات بين المباراة والاخرى اما الناد الآلي كان مضغوط سفريات افريقيا ومباراة كتيرة فده اثر خلى الفوارق قريبة بين الفرق التلاتة لكن في الاخر برضو يعني انتصر الفرق اللي هي زو كوة وزو خبرة وزو تاريخ اللي هو الناد الآلي ثم الزمالك لانه هما الاثنين اللي في المنافسة على بطولة الدوري لكن انا شايف ان وجود منافس تالت او كنت اتمنى رابع وخمس ده كان هيدد الدوري كوة اكتر على المنافسة على الكمة لكن انا شايف ان المنافسة وكوة الدوري وجماله اكتر في صراع الهبور ده هنتكلم عليه بس بعد ما نتكلم بشكل مفصل شوية على النادي الاهلي في بطولة الدوري هذا الموسم والتحديد اخر كم مباراة بالنسبة النادي الهانت كسبت المباراة قبل الاخيرة امام طلع الجيش بشكل صعب جدا كسبت المباراة تسموحة في الدقائق الاخيرة من الوقت بدل الضايع شايف اسباب تأخر النادي الاهلي في احراز الفوز المبكر في المباراة والله اول حاجة انا قلتلك ان العيبة اول مرة اشعر لعبة الاهلي مضغوطة زادة على اللزوم طول عمر النادي الاهلي بيلعب في اجواء صعبة مش معنى المسم من القول ايها الاهلي مضغوطة اه لان اه 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 زى انا قلتلك ان الزمالك كان فرقا مع النادي الاهلي بيراميز اول مرة فريق يحقق الفوز عد النادي الاهلي متشين متشين فده ضغط النادي الاهلي مباراة دي اه بدأت تشكك فى حيتة النادي الاهي من كنا اخد دوره احنا كالعبة النادي الاهي او ابناء النادي الاهي او اللعاء يعني عصر النادي الاهي كلاعبين عندنا الصقة فز servers وعارفين النادي الآلي بيعرف يحسن البطولة ازاي. لكن على مستوى الجميلة على المستوى الناس كلها بدأ يحصل تشكيك في الامر. فاللعيبة برضو بتعيش اجواء التعامل مع السوشيال ميديا ومع المواقع ومع الاعلام. والاعلام انا شاهد في الفترة اللي فاتت دي يعني ضغط على النادي الآلي من الجانب الاخر. بيحاولوا ان هم يعني يعني عارف اللي هو بيشتغلوا على اللاعب اللي هو يعني الحتة النفسية ان هما بي. بيأثروا عليه نفسية. بالزبط. بالزبط. وده حصل. حصل كتير. يعني في في يعني زي بيقول حرب نفسية على اللعيبة. فحسية العيبة الآلي مضغوطة. يعني العيبة الآلي ما بيتقديش بالشكل بتاعها المعروف عنهم. آآ زي ازا آآ الاصابات اللي في النادي الآلي. تغيير كتير في التشكيل غزب عن المدرب. يمكن آآ لسارتي في الفترة الاخيرة بصراحة مسبت التشكيل. لكن بيغيب برضو عناصر زي كريم ندفد لما بيتقلق قوي. ويبقى كويس وموجود تلعيب الصاب. محمد محمود اتصاب. آآ وليد سليمان اتصاب. آآ عناصر. سعد سمير اتصاب. سعد سمير اتصاب. بتلاقي عناصر مؤثرة جدا. جي فترة. وليد ازار اتصاب. بقى جاهي اتصاب. علي معلول. علي معلول. يعني انت بتتكلم. تقريبا فرقة كلها. تقيمت تقريبا كلها تصابت. طيب. فكل ده ليه تأثير على لعيبة. فهتلاقي اللعيبة اللي ممكن هتقدي بالشكل اللي للناس متخيلات. فاللعيبة معزورة هنا. آآ بجانب ان خلاص انت في الامطار الاخيرة من الدوري. وعندك مباراة شبه متساوية مع الخصم التاعك اللي هو الزمالك. ومطالب منك انك تكسبها. وبتلاعب الفرق. هتنزل يعني سموحة. المطش اللي فات فرق معاه. وطلع الجيش فرق معاه. خلاص بتلاعب فرق كلها مهددة بالهبوط كلها. مم. فبالتالي انت بتلعبش المطش سهل. يعني انت بتلعب مطش بتلاقي فريق قدامك بالباطل. ومطش انبي برضو في 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 اصراع الهبوط. يعني مطش برضو صعب. مم. فكل ده ليه تأثير على اداء اللعبين. مم. في في الملعب. بجانب. الحتة التهديفية قدام انا شايف ان يعني لازم يركزوا اكتر من كده. انت كنت النجم كبير ومهاجم كبير واحرست اهداف كتيرة جدا للنادي الاهلي. كمهاجم. بتقيم ازاي مهاجم النادي الاهلي. واسباب اضاعة الفرص السهلة كتير على مدار الموسم بالنسبة للنادي الاهلي. ممكن يكون اسبابها ايه? والله بص انا اكلمك بكل امانة. يعني وليد ازارو مهاجم خطير. انا بيعجبني في تحركاته. مهاجم خطير. جدا. ام. يعني اه المهاجم بدال بيوصل للجوم كتير طاعف ان هو مهاجم زاكي جدا بيعه في تحرك كويس. كويس. لكن وليد بيفتقد حاجة. اللي هي? وليد بيفتقد اه ما هو يبتحراز الهدف. لازم اشتغل كتير على نفسه. طبعا. لازم اشتغل اه شغل تخصص كتير على المرمى. لازم يعني اه دي حاجة طبعا اه بس انا باتكلم بقى كمدرب انا عندي العبزة ده. بجيبه بدال هو بيوصل المرمى اجيبه واشتغل معاه على الحراس المرمى. جيب مدرب الحراس واجيبه. وخلي المهاجم بتاعي ينفرب بالمرمى من من جميع جوانب الملعب. واقول له الجنب يبقى في الموقف ده بيعمل ايه? بينزل امتى ويقف امتى. لازم يفهم دي. ام. لو عمل ده وليد ازارو هيجيب له في الموسم مش اقل من تلاتين هدف. لانه بيوصل. اقل من تلاتين هدف. لانه بيوصل كتير جدا. ام. بيوصل كتير. يعني المتشاط اللي فاتت وليد بيضيع كتير. وليد متسرع شوية في حتة اه اه اغذي القرار. ما بياخدش اه سنة اللي هي التقني يعني اللي كانت مسلا مش هقول موجودة في موجودة في مهدمين كتير في النادلال. ام. انت مواجم النادلال عارف انه بتجي لك فرص. عارف ان اللاعبة هتخلق لك فرص. لازم تبقى مركز ولازم تتوقع. ولازم تبقى محضر. مش ظاهرة غريبة شوية ان وليد ازارو السنة اللي فاتت يبقى هدف الدوري المصري برسيد 18 هدف كا اكتر لاعب اجنبي في تاريخ الدوري المصري جاب اهدف في موسم ما واحد. والموسم ده نشوف الكامل الهائم من الفرص اللي ممكن ما يكونش موفق في احرازها. ما انا بقول لك اه الاصابات فرقت. اه الفرقة بيحصل فيها كل. يعني الاصابة بتاعته فترة طويلة دي ممكن تكون اصارت عيب. طبعا. واللعيب اللي حوالي اللي بتتغير. انا نهاردة كمواجم وانا بلعب جيل بتاعي وانا بلعب. عارف محمد عمر هيرفع الوفر فين. عارف ابراهيم حسن ايه وديه فين. عارف ياسر ايه يلعب ازاي. عارف هدي خشب يلعب لايه. خلاص احنا حافظنا بعض. لكن لما لاقي بقى مجموعة تانية غير المجموعة دي بتلعب معي. صح. فانا مجهة اتحرك انا مش عارف ده هيرفع الوفر عالقريبة ولا عالبعيدة. نفس الحكاية المواجمة. دي جزئة مهمة في حقيقة. اه طبعا. فهو اه تغيير اللعيبة من حواليه برضو بيأثر عليه. بيخلي مفيش ربط بينه وبين المجموعة اللي معاه. اه ليه بنقول للتثبيت التشكيل. عشان يبقى فين سجام بين اللعيبة وبين بعض يبقى. كل واحد عارف ده بيحب ياخدوا كرة في رجلية ولا بيحب يتحرك ولا الوفر بتاعه فين. كلام ده لازم الناس تبقى واخدى بالا منه. طبعا. حاجة مهمة جدا. فتغيير اللعيبة في الملعب. اه كترة الاصابات ليها تأثير على احراز الاهداف. طيب من من لعبة النادي الاهلي لفت نظرك الموسم ده بشكل كامل. انا شاف ان ده اللعيب يعتبر الابرز في هذا الموسم في الصفوف النادي الاهلي. ومع وضع في الاعتبار طبعا. انا عارف ان احراج كنت ماسك فريق الشباب في النادي الاهلي موليد 97. كم سنة كده تقريبا. كنت انا مراسل في التوقيت ده وبنزل اغطي قطاع نشئين. وكنت شايفك بتمرن الفريق. وكان معك عناصر مميزة جدا من اللي موجودين في الفريق الاول. يعني رمضان صبحي على ما اتذكر. ناصر ماهر. كريم ندفد. وامد حمدي. وامد حمدي. ناس كتير جدا. يعني كل دول. طيب تقييمك ليهم ايه? يعني احمد حمدي مثلا تلاق عارف جنا. كريم ندفد موجود في نادي الاهلي بيتقلق الفترة الاخيرة. ناصر رمضان. رؤيتك ليهم كمدرب ليهم سابق يعني. بص انا اقول لك انا اللعيبة دي يمكن انا انا اللي عملت اللعيبة دي عقود. عملت لهم عقود. اه. معظم اللعيبة دي يمكن كان فيه اتنين او تلاتة ناصر و و و و رمضان و كريم. تعمل لهم عقود. لانه من بدر يتعملت لهم. لكن باقي اللعيبة كلها انا اللي عملت لهم عقود وطلبت انهم يتعمل لهم عقود في النادي الاهلي. لان قلت دول مستقبل النادي الاهلي. والحمد الله يعني. اللي من ضمنهم الاسماء دي. طبعا هم كلهم يعني انا اللي جاب ناصر ماهر النادي الاهلي. اصلا. اه. جايبه وهو صغير في الاكاديمية عندي. من ايه? ناصر ماهر جايلي من نبرو. من نبرو. اه. وناصر اللاعب معي وانا اللي وقلت له من اللعيب ده هيبقى في المستقبل لعيب كبير. ومش عايز اقول يعني كان في موقف كان في ناس بالطالب ان هو يمشي بدون ذكرى اسماء. وانا صممت. وحصل مشكلة. وكان سيد عبد الحفيز سيد كان واقف. وقلت له سيد الولد ده هيبقى نجم في المستقبل وهيبقى لعيب في النادي الاهلي هيبقى لعيب كبير. قال لي معقولة قلت له شوف انا بقولك. وفعلا الناصر يعني جبته كان معايا وبتمرب معايا. الاصابة عطلت شوية ناصر. طبعا طبعا. 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 ناصر كان قابل الاصابة كان اعلى من كده بكتير. وكنا متوقعين هو هيبقى نجم من مصر السنة لقابل اللي فاتت. القابل اللي فاتت كمان. طبعا. جات له اصابة مرتين مش مرة. اه صليب وقتين وقت معايا في العملية. بعدها بشهرين يعني اتزحلق عمل اصابة تاني. طبعا. لعيب صغير. حظ سيء جدا. لكن ناصر لعيب كبير. ناصر لسه قدامه كتير. مشكلة ناصر. وانا بقولها انه للأسف الناس بكرنه بلعيبة خدت مساحة وخدت وقت. وخدت. اه يعني اه وقت كافي. كانت بكرمي كان. الناس بكرنه بعبدالله سعيد مثلا. ازاي قرن العيب لسه طالع. بلعيب لعب موسم كتير اخبرة. اه كرنه بصالح جمعة. لا ناصر سنه قديه والناس سنه قديه. اه. ناصر اول سنة بيلعب مبرات كبيرة وبيشارك. لا انا شايف ان هو اداءه. كواس جدا. ومع السنة الجاول بعدها هيبقى نجم النادي الاهلي. اه. ندفد والتغير في المستوى او التغير في انتباعات كمان الجماهير. يعني الناس كتير كانت باعا ندفد انه لعيب يعني ما يصلحش لنادي الاهلي وكلام كان كتير. شفنا عكس الكلام ده تماما خلال الفترة الاخيرة للعابة يا كريم ندفد قبل البداية. انا كنت بتكلم عليه في كل مكان اطلع فيه اقول كريم ندفد اصبره على كريم ندفد ده هتشوفه لعيب كبير جدا. يقول لها كابتن ازاي وبتاع انت عارف جات له فترة ليه الامانة. يعني اه اتحرق. اتحرق مع مدارب قبل كده. يعني انا كنت بزعل جدا ان هو كان بيديله. وبقى بتفرج المطشاط دي مش وقته. يعني كل ما بيديله المطشاط دي كل ما بيحرق الولد كل ما بيضغط عليه من الجمهور. كل ما بيخلي الناس سكطى فيه قل. فانا قلت كريم ندفد ده لعيب كبير جدا. كانت الناس احيانا بتشكك في كلامي. درجة بعد كان الناس قالوا لها كابتن قلت لهم انا عارف. بس هو كان مش معنى يطلع عليه بصغير. هتديله كل المباراة وتديله في قوات صعبة. لا انا لازم اساعده. فكريم لما طلع يعني اخد مباريات كتير وحجم مباراة اثرت عليه وخلت فيه مسافة بينه وبين جمهور النادي الآن. لما كريم خد في الاوقات المناسبة واحدة واحدة والناس شافت كريم وكريم بدأ ترجع له الصقف نفسه. لأ لعيب كبير جدا. خلي بالك من افضل لعيبة في نص الملعب في مصر كريم ندفد. وانا بقولك. ده وضح في الحقيقة من خلال المباراة. ده حقيقة. كريم ندفد انا وانا بلعب الالي في كاس مصر الترسانة والالي. من اهم العناصر كنت الامن وبتكلم عليه في المحاضرة كريم ندفد. وطولهم اخطر لعيب. وفعلا لانه بيجي عنده ميزة كريمة. انه هو بيكمل ورا الهجمة. بيخش جوه الـ 18 في كل هجمة. فانت اللعيب اللي بيجي مش مراكب من نص الملعب. ده اخطر لعيب. فعلا وهو في الحقيقة السنة دي احرز العديد من الاهداف بالطريقة دي مع النادي الاهلي سواء في بطولة الدوري او بطولة الدوري ابطال افريقيا يعني قبل خروج النادي الاهلي. يعني طب خلينا برضو نتكلم عن سراع الهبوط في بطولة الدوري وجهت نظرك. وخصوصا في عدد كبير جدا من الفرق اللي بتنافس على البقاء في بطولة الدوري. قبل ما اخد واسمع وجهت نظر حضرتك. خلينا نشوف وجهت نظر الجماهير وتوقعاتهم للفريق التالت اللي هيهبط مع النجوم والداخلية لدورة الدرجة التانية. خلينا راح نشوف. ولله يبدو متش الاهلي ده انا شايف سموحة اارب للهبوط اللبوط الشنيع كما يعني يعني. اه avant top. يعني هو خلاص كده الفراء دي فلنزل على طول يعني. منا اتمنیش لها بس يعني يعني هو ده الواضح. المؤشرات بتقول كده يعني یعني سموحة الانتاج الحربي غالبا ممكن يكون آآآ Looks doesn't like. ممكن يكون الانتاج الحربي. شايف منجه تنظري بصراحة الارب هو الحرس الحدود وبيتروجيتو يعني كان كان حظهم ماشي كويس في كابتن محمد عودة كتنا داق كويسة بس بقيت تقع وحرس الحدود بردو كان مع العشري بردو كابتن كبير جدا كابتن طريق العشري بس حصل هبوط يعني بس فشايفين دول آراب طبعا إمبيو الإسماعيلي يعني الإسماعيلي عمره يعني مع وقاء أو الحظ بس هو يعني بس عشان الحظ كان فرقة الضغطت شوية وكان فيه مباراة طوما ما كانش فيه توفيق فالإسماعيلي أعتقد هو حرس الحدود أو بيتروجيت والأكثر اللي هيكونه أكثر إن شاء الله يبقى حرس الحدود أعتقد أنه حرس ده هو اللي هيبقى فرسطه أكبر في النزول يا والله هو فيه كذا فريق طبعا قريب للهبوط منهم لإنتاج الحرب بيتروجيت بس أنا شاف الحرس فيه فيه كذا فريق طبعا قريب للهبوط لأن الدوري فعلا صعب السنة دي والفرقة كلها متخربة من بعضها فأنا شايف الأعرب يعني دلوقتي تعريبا يعني فيه بيتروجيت زي ملتها حضرتك تمام آه بيتروجيت وريبة جدا طبعا بس طبعا كل شيء هارد يعني ممكن يقدر يقدر مطشين بيرفع مطش ممكن مطش يرفع مطش ينازل في ثانية آه تمام فأنا شايف يعني بيتروجيت الأقرب عدد كبير جدا من الفرق اللي بتنافس على البقاء في بطولة الدوري هذا المسلم يعني خليك معي كده كابتن من مركز رقم سبعة اللي هو نادي الإسماعيل اللي عنده 38 نقطة الحاد نادي بيتروجيت اللي عنده 34 نقطة في المركز 16 كل دي فرق بتنافس على البقاء في بطولة الدوري الظاهرة دي تفسيرك لها إيه الأول المسم ده؟ والله دي اللي خلى أن الأمور تعمل كده والفرق الكبيرة تقع بدايتها لبداية المسم يعني بيتروجيت كان واقع جدا في بداية المسم إنبي كان واقع في بداية المسم بدأ بداية سيئة فلما يبقى ودي دجلة بدأ بداية سيئة جدا الفرق اللي هي يعني عايزين نقول إن هي بداية ما كانتش كوي سموحة لما الفرق الكبيرة تبدأ وحش وما تجمعش وتبدأ الفرق الصغيرة تجمع يحصل في آخر المسم إن الفرق الكبيرة تخش في المعترك ده إن هي ممكن تهدد بالهموت زي السنة دي ليه؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اللي انت شايفه ده. زائد ان حرس الحدود حصل لي صحوة في اخر مطشين اللي فاته. خد ستة بونت. كان حرس الحدود اي نتيجة مكسبه اللي كان اعتقد الاسماعيلي والمطش اللي فات كان بيلعب مباراة وكسب المصري. المصري اه. فطبعا مباراتين ما كانوش في الحزبان. يعني بتلعب اسماعيلي والمصري وتاخد ستة بونت. فرقوا جدا معه حرس الحدود. دخل حرس الحدود في قلب الفرق دي. فعلا. كان هو اول فرقهم. رغم ان بيترو جيت بدأ يجمع الفترة اللي فاتت مع عودة. الا انه هزمته المطش اللي فات مع طلعه على الجيش. اثرت علي جدا. يعني هو لو كانت عادل هو طلعه على الجيش كانت لسه الامور بين الفرق كلها متساوية. لكن النهاردة بيترو جيت. المطش الجاي عنده عنده سموحة. وسموحة 35 نقطة. وهو 34. فانت بتتكلم الفرق مهددين. اي فرق فيهم ما تخسر ما فيش وقت يجمع تاني. هيبقى كده هو اكبر فرق بنسبة كبيرة بنسبة 90% ممكن ينزل. ده اللي هو بترو جيت. امين؟ اللي هو بترو جيت وسموحة. ده 34 وده 35. طب تتوقع مين يا كابتن من الفرق. وحرص عنده الزمالك. يعني انت بتتكلم في فرق هتلاعب فرق القمة وهيلعب بعض. مواجهات كلها هتبقى. طبعا هتبقى صعبة. عندك امبي مثلا هي لعب الالي. عندك الانتاج الحربي 36 نقطة هي لعب الزمالك وهيلعب اللي اعتقد المصري او المقاصة. فانت بتتكلم في الانتاج الحربي اللي كان رابع الدوري. الفترة الاخيرة بقاله فترة ما جمعش. فبقى دخل في اللعبة. مركز 11 36 نقطة. 36. تعال في 36 فرق بينه وبين الفرق اللي نقطتين. يعني بتتكلم في ماتش. يعني ممكن اي فرقة تنزل ستة منهم امبي مثلا انا بتتكلم مع متلا مش الانتاج بس كل الفرق اللي عنده 36. طب من رؤيتك انت كابتن وتوقعك كده من الفرق الثالث اللي هيهبط مع النجوم الداخلية. والله بص هي الامور كده بتقول ان هي بين برضو حرس الحدود وبيتروجيت اقرب. حرس الحدود وبيتروجيت. عنده المباراة الجاية صعبة مع سموحة. اي اخسارة خلاص انت بتتكلم فاضلك ماتشين. هتبقى انت اقرب. اه طبعا. فكده اه بتروجيت ضروري الماتش الجاي يكسب. وسموحة ضروري الماتش الجاي يكسب. لو الفرقتين يتعدلوا وحصل ان حرس حدود كسب ماتش. خلاص هيبقى سابقهم هما الاتنين تاعة. فانا شايف ان هي بين بيتروجيت وحرس الحدود يعني اقرب اتنين للهبوط وان كان وان كان. كل الفرق التانية برضو مهددة. مهددة طبعا. لمن فيه مجونة والالتحاد السجندري والانتاج وسموحة. نتمنى الفريق الاقوى هو اللي يفضل في بطولة الدوري عشان نشوف السنة جاية بطولة قوية جدا من كل الفرق ان شاء الله بإذن الله تشارك في بطولة الدوري المتزل الموسم القادم. طيب ده كان ملف مهم جدا هو بتعلق في الفرق المتعرضة او مهددة بالهبوط للدرجة التانية. عايزة اروح لملف اخر معاك كابتل نكوشري قبل ما الوقت يدهبنا خلاص يعني 10 دقايق. واكلم معاك عن نجم كبير جدا زي محمد صلاح ومسجته الاحترافية الرائعة واللي بتطوج اخيرا الموسم الحالي بهدف بطولة الدوري الموسم التاني على التوالي. بتقايم ازاي التجربة دي بتقايم ازاي شخصية محمد صلاح اللي ساعدته على الوصول لكل هذه الانجازات. وكمان الوصول مع فريق ليبر بول لنهاء التشاملز ليج للموسم التاني على التوالي. بص محمد صلاح يعني خلق حالة وخلق يعني طموح لكل اللعيبة مش المصرين بس العرب. محمد صلاح نموذج لللاعب الملتزم. كويس. اول حاجة محمد راح احترف برا يعتبر صغير بس مش صغير قوي. ممكن لو راح بدر شوية هو النيني بس استغلوا الفترة اللي راحوا فيها. بدأوا بالدور السويسري ببازل السويسري. قدموا فيه موسم كويس الاتنين. صلاح عمل موسم رائع معهم راح تشيلسي. دخل في تشيلسي مع نجوم العالم ما تأقلمش. لما خرج وراح في فورنتينا عمل حالة غير طبيعية. اول حاجة محمد صلاح قبل ما اتكلم عن محمد صلاح اللاعب اتكلم عن محمد صلاح. الشخصية والعقلية. اول حاجة متزم في تصراحاته قريب من ربنا. يعني نقول عنده حتة التعامل مع السوشال ميديا وكلام ده بزكاء وبهدوء. اكتسب من فترة احترافه خبرة كبيرة جدا عنده كبور. فسبحان الله تحس يعني كل الناس بتحبه. يعني محمد صلاح ملعبش لا في اهلي ولا في زمالك. لكن سبحان الله كلنا نقعد بما تمنى ان محمد صلاح يوفى. فتلاقي كل الناس بتدعيله. فتلاقيه في بعض المباريات تحس ان الجني اللي جابه يعني ضع الناس. يعني بتخبط فاربع خمس. لكن هو لعيب عنده الموهبة والعيبة مميز اكيد. انا بكلمك محمد صلاح الاول بني ادم. لكن اكلمك عن محمد صلاح اللاعب الكرة هو عنده ميزة من اهم عنصر في كرة القدم السرعة. 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 السرعة دي بيتخلي محمد صلاح بيبقى بيسبق اي لعب وبيبقى قرب للكرة. انا النهاردة لو لعيب مهاري انا بحاول ان ارقص اللاعب لقدامي او عدي من اللاعب لقدامي عشان يتخلص منه. هو بسرعة محمد صلاح بيتجاوز الموضوع ده. فمحمد سرعة محمد فرق معه جدا. بيتخليه دايما بيتحط في موقف افضل من المدافعين. زائد ان هو اشتغل على نفسه كويس قوي. بدأ يشتغل السنة دي كمان على الفنش عالجون اكتر من السالة الفاتت بقى بيجيبه جوان صعبة. بيلعب مع زميله جماعي. بدأ يشتغل شوى على حتة الكوة ان هو كان واحد ضد واحد ان هو قف على الكرة بيعملها السنة دي افضل من السالة الفاتت. لا انا شايف ان محمد اطور من اداهه كتير جدا. وحاجة كلنا نفتح بيها. وشرف لمصر وشرف لينا. وعمل حالة جميلة جدا. فانا بتمنى له التوفيق. وان شاء الله يبقى يعني بطل دولة افريكا. بطل دولة افريكا. بإذن الله ان شاء الله ياخد بطولة اوروبا. ومع منتخب مصر ان شاء الله يفرم عناف طويلة افريكا. طب قلنا نروح نشوف كلمة من جمهور النادي الاهلي محمد صلاح قبل المبرارة للحاسمة امام توتنام في نهاية الشاملزليج. نروح نشوف جمهور النادي الاهلي بيقول له ونرجع مرة تانية. ملك السرعة والمراوضات. السليح صنع الاهاتف. فقر العربي اقدام ذهب. يا بخت مصر بيك يا محمد. سرت هذه الاهداف من اختصاص محمد صلاح. تشعر بالفاخرك تشعر بالاكتز. يا عربي كمافل من محمد صلاح سكّك لك. الصلاح. محمد الصلاح. هذا الصغير. هذا المصير لك الذي يكون جمالك في الكلة الماضية. الله عنك يا ولد الله عنك يا فرنان أبو الصلاح أبو الصلاح أبو الصلاح دخل المنقد ففاعل أمحمد صلاح طبعا حاجة تشرفنا وحاجة تساعدنا وكلنا القمصريين إحنا فخورين بي جدا مسعداء بي بصراحة تاني سنة دي حاجة ما حصلتش قبل كده يعني يكون واحد حدا لعب مصري ولعب أفريقي في السنة 24 بالحساء الزهبي حاجة فخر لنا وتعتبر ده مصدر إلهام لناس كتير فإحنا يعني بنهني وبنشكره على الإنجاز دوت اللي فعلا رفع بي رأسنا وفعلا هو فخر العرب كل دينا إن شاء الله بقوله تشكر الله سبحانه وتعالى أولا وتشكر كل من يحبك لإخلاصك وتفانيك وحبك لبلدك وأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى وكون إن محمد صلاح ابن مصر اندل على الشيء فإنما يدل على إن مصر بلد ولادة في كل الشيء وفي كل المجالات يعني أحمد زويل مصر مجد يعقوب مصر محمد صلاح مصر فهو واحد من الأهرام الرياضية التي يعني استطعت أن تثبت أن مصر ستظل هي أم الدنيا وأم العالم حتى يعني ولو كارها الكارهون طبعا دي حاجة كويسة جدا ويعني دي أول مرة نشوف لعيب مصري يوصل لليفل ده وينافس على أهم ثلاث لعيبة في العالم أعتقد أن يعني تقدر تقول الملخص الفوز مبارح أنه أرسالة للناس يعني سيبوا الراجل في حاله هو بيشتغل هو بموت نفسه هو أعتقد أنه أصبح البروفيشنال الوحيد في مصر لازم نبقى سببورتد لي ما أعتقدش أنه كل يوم بيظهر لنا محمد صلاح بيوصل لثلاث أحسر لعيبة في العالم ولا بياخدوا جولدن بوت كل سنة فاستمتع بمحمد صلاح السبو أعتقد أنه ماشي في الكارير هو عارف هو بيعمل إيه كويس قوي يعني بقوله مبروك أنت فعلا حاجة مفرحة كل يوم أصبحت حالة مش مجرد لعيبة أنت أصبحت حالة بقيت قدوة يعني مفيش كلام بعد كده متهالة أنا حاب أقول أنه هو دلوقتي بقى شخصية بتأثر جدا أي حاجة بيعملها بتأثر دلوقتي في شباب كتير فهو دلوقتي بقى قدوة فيعني وبقى رمز وحاجة كبيرة فألف مبروك ومن نجاح لنجاح ومفرود أكيد مصري وبيمثلنا بقى وكده أنا شايف محمد صلاح ده واجهة مشرفة لمصر والمصريين واعتبر رمز لكل المصريين وربنا يحميه وربنا يوفقه ومن نجاح لنجاح وربنا نشوفه إن شاء الله في ريال مدريد إن شاء الله إن شاء الله في ريال مدريد إن شاء الله ركيرا يا صلاح ركيرا يا رمزين سريعا نختم بملف المنتخب المصري واستعداداته لبطولة الأمم الأفريقية توقعاتك للمنتخب في هذه البطولة وخصوصا أنها تقام في الأراضي المصرية بحدور الجماهير المصرية رؤيتك للاستعدادات وتوقعاتك للمنتخب تحقيقي هذا اللقب إن شاء الله والله بص هو على مستوى الاستعدادات أنا مش حاس أن المنتخب مصر استعد كويس للبطولة سعلا طبعا لأن الفترة اللي فاتت الرجل كان بيجيب مجموعة لعيبة عايز شوفها ممكن للمستقبل اشتغل بيهم مبراطين وديتين لكن ما لعبش بالفريق الأساسي أو ما اشتغلش به في مبراط كبيرة فحتة الاستعداد دي ممكن بقى قبل البطولة نشوف الشكل الأساسي المنتخب أو قوام المنتخب لكن على مستوى البطولة هي بطولة صعبة جدا نتمنى طبعا أن مصر تحققها وإن كان أنا شايف أن هي بطولة صعبة لأن فيه فرق كبيرة جدا في البطولة فريق السنغال فريق جامل جدا فريق الكاميرون فريق قوي فريق نيجيريا المغرب فرقة قوية جدا عندك الجزائر عندك كوديفور تونس ده يعني فيه فرق تقيلة البطولة مش سهلة أعلى ملعبنا نتمنى أن نعمل ملعب الجمهوري كله تأثير في وجود كمان محمد صلاح والعناصر اللي عندنا إن شاء الله ربنا وفع لكن أنا شايف أن هي بطولة صعبة لو قدلنا فوز بالبطولة دي لأ هتبقى من البطولات القوية جدا جدا نحن نقدر يعني نقول إن احنا خدنا بطولة صعبة لأن كمان عدد الفرق المشاركة فيها أكبر من 24 فريق فلا بطولة صعبة نتمنى مصر أنها تخدها نتمنى نبين الكرة المصرية بشكلها الجمالي ونشوف محمد صلاح ونشوف زميله في الملعب بأداء يغير مفاهيم اللي احنا شوفناها السنة دي في الدور يعني نغير شوية الأداء والحاجات اللي حصلت في الدور إن شاء الله أكيد نتمنى كل توفيل منتخب المصري في تحقيق هذا اللقب الهام إن شاء الله الله حقام على الأقراطي المصرية وجمهور المصري أكيد هيكون لي دور كبير جدا فوز منتخب بطولة الأمم الأفريقية كابتن كوشير نورتني وشرفتني أنا كنت سعيد جدا أنا حارك موجود معنا نهارة حبيب أمير سي وأشكرك وأنا سعيد إن في قناة الأهلي بيتي ومكاني وصاحب الفضل علي النادي الأهلي شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا طبعا كابتن أحمد كوشير ينجم النادي الأهلي السابق تكلمنا في العديد من الأمور بتخص الكرة المصرية بشكل عام وبتحديد كمان فيما يخص النادي الأهلي أكيد كانت فكرة مهمة مميزة جدا 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 دي كانت حلقتنا النهاردة من الأهلي ليلا استنونا حلقة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء